اهلا بحضراتك مرة تانية برحب بحضراتك وبرحب كمان بدفنا النهاردة في المحترف الناقد الرياضي المتميز ايهاب الجنيدي مساء الخير عليك ايهاب مساء الخير عليك يا كابتن هاني وتحياتي لك والكل جماهيري النادي الاهلي اهلا بيك خلينا نبدأ عندنا حلقة دسمة جدا عندنا على مستوى الدوريات نتكلم اكيد عن الدوري الانجليزي كمان على مستوى المنتخبات بس خلينا نبدأ بالدوري الانجليزي دوري الانجليزي قبل طبعا الاقاف الدولي مر 11 جولة من الدوري جولة ال11 كان فيها بعض المفاجآت كان فيها بعض السقوط الاندية الكبيرة في بعض المواقف شفت اجماليا الجولة 11 من البريماليجي زيها اولا انا كابتن كان الجولة قوية جدا زي ما حرارك قلت الجولة شهدت اول خسارة لليفربول السنة دي السقوط الاول وده دق جرس انظار في الانفلد وفي مدينة ليفربول حول قوة قدرة الفريق السنة دي انه استعيد لقب الدوري يعني برضو كانت الخسارة قولها وامام واستهام بس برضو لازم ما ننساش ان واستهام فريق مميز جدا السنة دي مع ديفيد مويز من افضل فرق الدوري الانجليزي بالعكس ده لتحدي الاوروبة يحطوا من اعلى الفرق اللي اتطورت المسم ده على مستوى اوروبا وحالها ففرق ابتطار بشكل كبير جدا فيها عدد كبير من نجوم المنتخب الانجليزي الاول فيها نجوم متميزة جدا السنة دي فبرضو الخسارة من واستهام وان كانت بصعوبة اتبا لك زمانة باتتفع معك ايهاب اوستهام كمان لو رجعنا للي يمكن لكاس انجلترا هي خرجت خرجت المان يونايتد وخرجت المان سيتي والسيتي لسه اولها وقدت موراها لا بأس بها لكن كان الناس بتقول دي فرصة تعطر يمكن تعصر في هذه الجولة كمان تشيلسي والتعادل تشيلسي تعادل في هذه الجولة كان فرصة كبيرة كمان يعني اللي بارتولي يقرب بشكله باخر بالزبط يعني برضو تشيلسي تعادل مع بيرنلي واحد واحد كان لو كان تشيلسي لو كان كسب كتير يعني هو دلوقتي أساسا كابتن هو دلوقتي بعد ثلاثة بنت عن صاحب المركز الثاني حامل لقب منشستر سيتي واستهام يعني برضو شفته واستهام لا دليل ان مش المطش مش وليد الصدفة او النفاس كده لا واستهام ثلاثة وعشرين بنت زي وزي منشستر سيتي بينافس في القمة برضو كان فيه ديربي كبير جدا الجولة دي عكبتن بين السيتي وليونيتد طبعا طبعا مدينة منشستر وقدر منشستر سيتي انه يكسب اتنين صف وبتتواصل معاناة فريق منشستر وماتي وكمان عنده الكاونتر اتاك بشكل اكتر من رائع شفت المباراة دي ازاي كاداء ليوربين كلوب وعلى المستوى على مستوى النتيجة واخسارة ليبار بول ثلاثة اتنين المباراة هتسجال بين الفريقين مباراة قوية جدا بس برضو اللعب في ملعب حراق عارفة طبعا لندن الاولمبي تاريخ واستهام الفريق لندن كبير في الملعب دوت كانت مباراة صعبة وقبل المباراة لو نفتكر يوربين كلوب بتكلم وقالي ان المطش صعب انا مش رايح نزه ده مطش صعب جدا كان حاسس يورجين كلوب بالمباراة المباراة حصل فيها جدل كبير حوالي التحكيم الهدف الاول اللي كلنا شفناها كرة اليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول وكرة حاول يمسكها ويورجين كلوب كان غاضب جدا بعد المباراة وقال ان ازاي يعني تشابك حصل تشابك بين ايدين الحارس بتاعه وبين ايد وجسم جوه المنطقة بتاعت مهاجم فريق واستهام فالمباراة كان جدلية ولكن في النهاية ادير فريق واستهام انه يفوز بيها 3-2 النقطة السلبية وحيدة ان المباراة تانية على التوالي نجمنا محمد صلاح ما بيسجلش بعد ما كان كل مباراة من بداية الموسم تقريبا هدف ولو قلنا كمان باضافة دورة ابطال اوروبا مباراة قتلتك ومدريد هتقبل مباراة تالتة على التوالي اللي ما بيسجلش فيها محمد صلاح صحيح يعني بالطبع مش لازم كل مباراة بيسجل فيها لازم يسجل فيها محمد صلاح لكن على مستوى الاداء اعتقد ادى بشكل جيد يعني وكمان من خلال الارقام ارقام المباراة هنشوفها معاك يا هاب ونستعرض برضو من خلال الارقام اداء ليبر فول لان فيه فترات معينة كان ليبر فول الافضل بشكل كبير سنحت له بعض الفرص لكن ما قدرش يسجل منها طبعا الهزيمة قدامنا الاحصائية طبعا 3-2 لصالح واستهام الفرص 7 يمكن 6 فرص ليبر فول سجل هدفين 7 واستهام سجل 3 نسبة الاهداف المتوقعة تقريبا كانت لصالح ليبر فول بفرق دايق جدا 1.6 مقابل 1.0 لاستحواز 64 لصالح ليبر فول مقابل 36 التمريرات الصحيحة اجمالي 87% ليبر فول مقابل 76 لوستهام التزديدات او التصبيبات على المرمى ليبر فول 15 تصويب منها 5 ما بين القائم والعرضة مقابل 6 لوستهام منها 3 ما بين القائم والعرضة عرضيات 24 لبر فول 14 وستهام طبعا 1 رقميات 2 لبر فول 3 وستهام برضو خلينا نكلم ده ده اللي بقولك عليه ان في بعض الفترات كان فيه تفوق واضح لفريق لبر فول لكن ما قدرش يترجم السيطرة داية لاهداف وبالتالي كان وستهام من خلال استغلال الفرص كونتر اتاك كمان بشكل اكتر من رائع قدر يعني يكسب المرافق الأرقام معظمة في صالح فريق ليفربول ولكن ديفيت مويز المدرب الزكي جدا عمل حاجة في المباراة دي جميلة جدا نتكلموا عليها في انجلترا زي من نقولها عندنا كده لا يفل الحديد إلا الحديد هو لا يب بنفس طريقة ليفربول يا كابتن يعني نزل يلعب على دافع كاس جدا زي ما ليفربول بنشوفه المباراة بتاعته بتستغل السلاسي الرهيب فرمينيو أو جوتا مع صلاح ومانيس سابتين وبيغير دايما في النص فرمينيو أحيانا وأحيانا جوتا وهجم مرتدة سريعة جدا بيخلي ليفربول يجيب أهداف كتير في كل المباراة اللي خادها من بداية الموسم في البطولة الأوروبية أو في الدولة الإنجليزية نفس الأمر عمله ديفيد مويز فرد لقابة رسيقة جدا على السلاسي الهجومي الرهيب لفريق ليفربول واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة اللي عنده عناصر بتقدر تنفذها بنجاح جدا عنده لعب في نص الملعب لعب رهيب يا كابتن اسمه دي كلان رايس نجم منتخب إنجلترا لعب متميز جدا نجم المباراة الأول واختير من أفضل لعب المباراة واختير من أفضل لعب الشهر بسبب المباراة عندهم سعيد بالرحمة لعب آلي جدا عربي عامل أداء متميز المهاجم بتاعهم اللي بينافس صلاح من بداية موسيقى قبل ما صلاح يفرق طبعا في الهدف على لقب الهدف أنطونيو فالفرقة جميلة جدا وديفيد مويز يعمل فرقة قادرة على التنافس لكن من الغريب برضو طبعا كلنا تابعنا المباراة رغم التفوق الفريق ليفربول لكن هدفين من كورتين سبتين يعني الكرة الأولانية كورتن ودخل وكان فيها عطرات شوية لكن الجوني التالت كان كمان من كورة سبتة لعبت على عرضها البعيدة وكان حتى الحالة الدفاعية اللي فريق رغم وجود طبعا يعني فان دايك ونتكلم على أخطاء الطبيعي ما بتحصلش كتير في ليفربول الجوني التاني كونتر أتاج هاي لكن الجوني التالت والجوني الأول كورة سبتة وده تتكلم عليه يورجين كولوب بعد المباراة كابتن وقال حاجة غريبة يعني هو تتكلم على ادفعه بفرقته برضو وقال إن حاجة غريبة الأهداف اللي جات فينا إحنا النهاردة كان قال إن في أخطاء غريبة جدا أنا مش متخيلها وما بتحصلش كتير معنا زي ما حالك بتقول وتسبب منها هدفين للفرقة بجانب الفرص الكتير زي ما حشوفنا إن فرقة ليفربول لها يا كابتن خلال المباراة خمستاشر تصويب على المرمى أو خمستاشر تصويب فعلا على المرمى منهم خمسة ففرقة ليفربول راحلت كتير جدا ولكن كان فيه عدم تركيز هو نفسه قال كده كان فيه تصرع في إنهاء الهجمة قال ما كناش مركزين في التلت الأخير من الملعب وده يمكن الليفربول دفع تمنه وتكبت بيه أو الخسارة في الموسيقى هو كان طبعا على المستوى بعد المباراة كان حزين جدا طبعا يوجن كلوب كانت فرصة كمان إنه يقترب بشدة من طبعا يعني تشيلسي المتصدر لكن تعالوا مع حضراتكم نشوف يوجن كلوب المدير الفني الليفربول قال إيه بعد الهزيمة من وسط هام 3-2 بدأ الأمر بالنسبة لي وكأننا نفقد الصبر كان الأمر كما لو لم يكن لدينا ما يكفي من الفرص الواضحة لذلك أردنا تغيير الأخطاء في الواقع تغيرت تمريراتنا في وقت مبكر جدا وكان علينا القيام بذلك في المقدمة وعندها نؤمن أنفسنا بشكل أفضل ثم كنا في مواقف فقدنا فيها الكرة إنها بطاقة حمراء واضحة في الواقع لا يوجد نقاش مرة أخرى لا أعرف ما سيقولون على الأرجح لأنه لمس الكرة أو لا ولكن في التدخل المتهور يمكن أن تلمس ما تريده أو لا لا يمكنك التحكم في ساقك لدرجة أن لا تضرب خصمك في الساق لا يمكنك التدخل بهذه الطريقة أي أن كان لا يمكنك ركل كرة بهذه الطريقة لا يمكننا اتخاذ هذه القرارات بوضوح والحكم لا أعرف ماذا سيقول عن ذلك ولكن في المباراة بدى واثقا تماما من أن قراراته كانت على ما يرام على غير العادة طبعا يوجد نقلوب يتكلم شوية عن التحكيم بشكل أو بآخر ده دليل أنه فعلا كان كان كل أمال وكل طمحاته الفوز بهذه المباراة قبل طبعا التوقف الدولي علشان يكون قريب من تشيلسي ويمكن كان حافظ كمان تعادل تشيلسي كان حافظ بالنسبة للمباراة لو كان كسب لو قدر أنه يحق الفوز كان هذا يبقى فرق النقطة واحدة ولكن زي ما تكلمنا عكبت نهاني أن التحكيم كان عليه جدل كبير جدا في المباراة يتكلم على الهدف الذي دخل فيه في أليسون بيكر وقال أنه دي فاول للحرس المر مبتاح يتكلم على كرة كان فيها طرد اللعب والاستهام وهو نفسه كل محور الكلام خلال المؤتمر الصحفي كان على التحكيم وزي ما نحن نقوله على غير عادة جورجين كله ما بتكلمش تير على التحكيم إنما هو كان غاضب جدا بعد المباراة من التحكيم وقال أنا مش عارف الحاكم اللي كان مستغربه حتى بيقولها بسخرية الحاكم كان وصل جدا فرضي الملعب وبيدي قرارات أنا مش عارف لما يهيد المباراة ويشوفها هيقول إيه في قراراته دي طب على مستوى ديفيد مويس طبعا المدير الفني اللي هو استهام قال إيه نشوف مع حضراتكم لقد حاولنا بالفعل التغيير قليلا في الشوط الأول على أمل أن نمنح أنفسنا فرصة الحصول على المزيد من الكرات في الحقيقة لم ينجح الأمر كما كنت أتمنى لكن هذا كله يعود إلى ليفربول وقدرتهم على التغيير مهما فعلت ستغير ليفربول ويجدون المساحات اللاعب فيها إذا كنت تحاول إغلاق مساحة فسيذهبون إلى مساحة أخرى هذا يعطيك مزيدا من الحماس والإصرار تعاليك يا هاب هو بيعترف بطفاوك ليفربول ويقول أن ليفربول فريق صعب جدا لأنك تتعب على المساحات اللي كنا بنقولها كابتن السلس الهجوم الخطير بقول كل ما تقفل المساحة برضو تلاقي مساحة جديدة قدامهم ولكن ده بيأكد لنا برضو أن قد إيه مويس تعامل مع المباراة بشكل زكي جدا بشكل جاي جدا مويس يا كابتن وحضراتك طبعا عارف النقطة دي أنه كان مدرب أبليكينة من شستر ينايت دي عنده خبرات كبيرة مدرب ناجح استفاد من خبراته دي كلها السنة دي وظهر بأفضل شكل له حاليا هو ده أفضل صورة أو أفضل ممكن نقول نسخة من ديفيد مويس من سنين طويلة في البرايمان ليج مع كل الفرق اللي دربها صحيح يمكن على يعني طبعا تغيير المدربين كان من أولى الناس الناس يعتقد ده كثير من المتابعين خاصة للبريمان ليج قال أن أرتيتا مدرب الأرسنال حيرحل ويرحل سريعا ولكن يعود سريعا كمان يهب بشكل أكثر من رائع وبيفوز على واتفورد 1-0 ومسيرة من الانتصارات والأداء الجيد لأرتيتا أعتقد ما كانش متوقع بشكل كبير أرتيتا عجبت نقاطا زي ما رابطة البرام المجد بتقول المدرب الأعلى تقييما في النقاط خلال الشهر اللي فد ومنتصف يعني بقاله حاليا ست أسابيع هو الأعلى تقييما في النقاط فريق أرسنال وزي ما حركت أبعنا وزي ما حركت قلت بيخسر فأول بيبدأ الدوري زي ما قلنا لغاية الجولة الرابعة تقريبا في زي الجدول واخد نقطة تقريبا ثلاث هزام وتعادل وحيد فجأة أرسنال ماشي كل المباراة انتصار كل المباراة بيحقق الفوز بيقدم أداء متميز جدا قدم لعيبة حتى جديدة تشكيلة غريبة يعني عملها وعمل لعيبة كويسة زي سميسرو اللي دلوقتي رح منتخب إنجلترا وبلينة كلام عليه لعيب مميز جدا فهو الحقيقة مايكل ميكل أرتيتا عامل شغل كويس جدا وده يمكن ينبئ أو نبوئة العراف جورديولا لما قالوا عليه قالوا طبعا كمان عودة النيني يمكن عودة النيني يمكن نزل في أثناء المباراة في الشوت التاني عودة النيني كمان مع أرتيتا أرتيتا محتنع من النيني بشكل كبير آه ما بيشاركش كتير في البرميال ليج لكن على مستوى كاسر رابطة النيني بيشارك بشكل كويس وده إن شاء الله ينعكس بكرة على داء النيني ومتخبنا بإذن الله لكن أرتيتا بعد طبعا الكثير من الأقوال أنه سيرحل عن الأرسنال بيسبت أغضابه مرة تانية نشوف قال إيه بعد الفوز 1-0 ونرجع مع حضراتكم يجب أن أعرف بلاعبنا والفريق والنادي أقول إننا أمينين أكثر من الآخرين ربما لدرجة السداجة أحيانا لكن إذا كان كلاودي ورانيري يشعر بغير ذلك فإني أعتذر ليس هناك قصد لاستفادة من ذلك الوضع أعتقد أن المباراة كانت هامة جدا وواضح أنه ربما تكون هناك لحظات محبطة لقد توقعنا خطة معينة من الخصم يجب أن تواجه ذلك وأن تكون متوازنا ومصمما بماذا تريد أن تحقق في المباراة وما يجب عمله للفوز بالمباراة لم نفرط في ذلك وفي رأيي هذا هو سبب انتصارنا في المباراة وفي رأيي الأشياء التي يحتاج إلى أن تقوم بها ويجب أن تحقق واضح كمان من البادي لانجوج بتاع أرتيتا أنه بدأت ثقة تعود لي من خلال النتائج من خلال أداء فرقته ويهاب حتى في المؤتمر الصحفي واضح جدا ريلاكس وخلاص العصبية اللي كانت بينها أو التواطر اللي كانت بين في بدايات البريميال الليك ده اختفى وبالتالي ده بينعكس بشكل أو بآخر على الفريق يعني إيجابيا حاليا أرسنال لعشرين نقطة بيفصل النقطتين بس عن صاحب المركز الرابع فريق ليفربول يعني أرسنال الخامس وليفربول رابع اتنين وعشرين نقطة وعشرين هكذا نشوف الجدول والترتيب يعني بيتقدم كمان على فرقة منشستر يونيتد بيقدم أداء متميز زي ما قلت الحراك أرتيتا أرتيتا واسك فرقته وبيشكل ده يعني زي ما نقدر نقول إنه هو وصل أخيرا عمال من بداية الموسم بحط ده هنا واجيب ده قدام واجيب أوبوم يانجي على عيبه جناح بعد ما كان فروت صريح واخد أليكساندر اللاجزة احطه فروت صريح عمل أعد التغييرات إلى أن وصل للشكل اللي عليه أرسنال حاليا اللي قدر من خلاله يحصد الكثير من النقاط زي ما شوفنا في المبارات اللي فاتت تقريبا لغة الانتصار بقت ملازمة لأرسنال وعادة الضحكة من جديد والفرحة لجماهيره طب على حاخد من دوته كمين بعض الناس أو بعض المتابعين طبعا قصة لتوتنهام قالك هل كان من الممكن الصبر شوية على نانوسانت والمدرب اللي تم قلته وتعيين كونتي وانت عارف طبعا كونتي مدرب كبير جدا طبعا وكان ليه باع كبير مع الانتر وفاز بالسيريا قصة سنة اللي فاتت لكن التعادل مع ايفرتون وبعض الناس بتقول يعني كان فيه تصرع شوية من إدارة توتنهام لرحيل نانوسانتو عن الفريق ولا انت شايف انه كان خلاص دور انتهى انا كابتش شاف انه نانوسانتو اخطأ النصاب وولفر هامبتون الفريق اللي عمل معه افضل انجازات المسلم اللي فات اللي بدأ اسمه نانوسانتو يتردد في اوروبا كلها كمدرب قادم قالوا عليه خلاص مدرب قادم من ضمن شريحة المدربين الكبار زي يورجين كولوب وزي كورديولا وكده الرجل تركب السلم خلاصه داخل السكة دي لكن للأسف بدأ بعد كده نتائجه مع توتنهام لم تكن مشجعة فريق توتنهام احد الفرق الكبيرة في انجلترا اللي الجماهير عندها جماهير وتنتظر منها الكتير كونتي البداية انا مش شايفة وحشة لان انت بتلعب ايفرتون ايفرتون فرقة كويسة جدا بتلعبه على ارضه تعود من هناك بنقطة انا شايفة بداية قد تكون جيدة لانتونيو كونتي مع الفريق دايما كونتي ويمكن من اسباب رحيله رغم فوز كونتي بالسرية ا ورحيله عن الانتر كان لي لي استراتيجية معاينة كونتي من المدربين اللي بتحب تجيب لعيبة كتير بيشوف المراكز بغض النظر عن البودجت بغض النظر عن الترانسفير ومن الواضح انه عايز يستجلب او يجيب بعض اللعيبة الإيطاليان لتوتنهام للمشاركة ويمكن في خلال الترانسفير اللي جاي خلال يناير اللي جاي يعني انت اي رأيك كمان في الاستراتيجية دا هل كنت من المدربين اكيد حيجيبوا 3 اربع لعيبة من خلال الترانسفير اللي جاي ويكون لعيبة من الدور الإيطالي احد شروطه يا كابتن لما وقع العقد مع رئيس نانتي توتنهام ان عدم التفريط في النجوم وخاصة هاركين اللي كل العالم يسعى خلفه تقريبا اندات العالم يسعى خلفه الانهاجي نفس اللي عملوا بالزبط في فرقة زي ما احنا عارفين هو ساب انتر ميلا عشان باعوا لوكاكو واشرف حكيمي وباعوا الفرقة فقال انا مش هستمر في الفرقة مش هقدر استمر هي دي السياسة وهي دي النهج اللي بيسير عليه كونتي كونتي مدرب دايما بيحب عنده ترسانة من النجوم بيحب إباد على الدكة فريق تاني زي اللي بيلعب جوه الملعب وهو ده بيحضر دلوقتي خطته قدم خطة لإدارة توتنهام ببجت معين كبير وانه هو عايز اللعيبة دي في المركات الشتو المقبل وهدد فعلا في البداية زي ما قالت تقارير الجزاء انه لو لم يتم توفير هؤلاء اللاعبين مش هقدر يستمر هل حدد أسماء يهب في أسماء بعينها ولا لسه الأمور مش بينه قال هيقدم كابتن هو كان فيه تقرير منشور في القصة دي قال ان خلال بعد ما يقود الفرقة في عدة مباريات قال انه هقدم تقرير وافي للإدارة باللعيبة اللي محتاجها والمراكز اللي محتاجها للتدايم ولكن اللي أكد عليه انه اللي أنا برضو عايز أقوله انه هو ما بيعتمدش مش زي برشلونة في مدربين يجي البرشلونة يبص للمسي وطلع نجوم منها هو عايز اللعيب الجاهز عن طريق كنتي مش مدرب بتاع العيب ناشئ أجيبه أعمل منه نجمه وأقدمه للجماهير زي ما حصل في برشلونة السنة دي نجوم كتير جدا برشلونة جاية كابتن يعني هنيجي ليه بس هو جاي نجوم صغيرين كلهم ده مش كنتي كنتي لأ كنتي هاتلي لوكاكو هاتلي رونالدو هاتلي ميسي دي سياستو عشان يستمر الفريق في بعض التقارير بتقولي انه كيسي طبعا اللعيب الوسط الملعب طبعا الرأي أنا بشوفه من أفضل لعيب خط النص على مستوى العالم ممكن يكون متواجد في توتنهام خلال الترانسفير ماركتي اللي جاي في يناير لكن طبعا اكيد الميلان كمان وضع شروط كبيرة جدا تعالوا مع بعض نشوف كونتي المدير الفني لتوتنهام قال ايه بعد المباراة عندما تريد ان تكون كبيرا وتصنف من ضمن المنافسين عليك ان تمتلك فريقا ثابت الاداء لا فريقا متأرجح النتائج حفظنا على نظافة الشباكنا واعتقدوا انها بداية جيدة للتحسن في بعض الاحيان يمكنك ان تعطي لاعبيك تدريبا في الجوانب التكتيكية والبدنية لكنهم لا يمتلكون الدافع والارادة لعب الفريق يظهرون انهم في مكان جيد فيما تعلق بذلك الجانب انهم في مكان جيد وهذه نقطة مهمة لي لابدأ عملي طبعا كنت عنده عمل شوق الموضوع مش سهل واعتقد البريميال ليج ليه مواصفات خاصة على مستوى الجماهير على مستوى المدربين الامور مش هتبقى طبعا الدوري الايطالي دوري قوي لكن الصراع كبير جدا جدا فيه الدوري الانجليزي خاصة ان توتنهام يعني كل جماهيره تطمح انها على الآل تكون لها دور او مركز في الشاملز ليج السنة اللي جاي واضح حكبت ان البادي لانجويتش بتاعت كونتي والكلام اللي كلم به كلام بثقة عايز اقول الحرك ان تدريب توتنهام تحدي يعني فعلا واخده كونتي تحدي كبير ليه كونتي تم ربطه باكبر فرق اسمه باكبر فرق العالم في المركات الصيفي اللي فات زي ما شوفنا وبعد المشي كان ريال مادريد مرتبط به كذا فرق كبيرة في العالم فاواخد القصة دي تحدي مع تدريب توتنهام ان انا هعمل من توتنهام فرق كبيرة ويجب ان احنا ما ننساش ان كونتي ليس غريبا على الدوري الانجليزي الممتاز قبل كده قاد تشيلسي وكانت تجربة الى حد ما ما نقدرش نقول برضو مش متميزة كان ليه تجربة جيدة مع تشيلسي طلع منها على الدوري ايطالي ومسك فرق كبيرة وحق نجاحات فاعتقد ان كنت قادر على تحقيق النجاح في الدوري الانجليزي وان كان المسلم ده صعب الدوري الانجليزي ظهر بعد 11 جولة حتى الان يا كابتل لو قلنا نقول نقطة واحدة نقدر نقولها ما تقدرش تقول من البقر طب تعالوا انت نشوف جدول الترتيب تعالوا نشوف جدول الترتيب الدوري الانجليزي بعد 11 جولة طبعا في المركز الاول تشيلسي ب 26 نقطة المان سيتي 23 نقطة وستهام يونيتد في المركز الثالث ب 23 نقطة ليبربول في المركز الرابع 22 أرسنال في المركز الخامس 20 نقطة المان يونيتد في المركز السادس 17 نقطة ترايتون في المركز السابع 17 نقطة وورف هامتون في المركز الثامن ب 16 نقطة مركز التاسع تاتنهام مأمورية صعبة لكونتي في هذه البطولة ب 16 نقطة كريستال بلس في المركز العاشر ب 15 نقطة أفرتون في المركز 11 ب 15 نقطة نفس عدد النقاط في المركز 12 سارس هامتون في المركز 13 14 نقطة فرينفورد في المركز 14 12 نقطة ليتزي يونيتد في المركز 15 11 نقطة أستون فيلا في المركز وطبعا مهمة كمان صعبة لستيفن جيرالد واتفورد في المركز 17 10 نقاط بيرونلي في المركز 18 8 نقاط نيو كاسل في المركز قبل الأخير ب 5 نقاط ونوريش سيتي في المركز الأخير ب 5 نقاط لسه ما نقدرش نقول يهاب المنافسة راحة فين أعتقد في مشكلة عند المان يونيتد بعيد شوية عودة قوية جدا للأرسنل واستهام في المركز الثالث وده تخاضي شخص 13 نقطة تخاضي شخصي مفاجأة الغاية دلوقتي المفاجئة وجوده في المركز الثالث طبعا بأداء أكثر من رائع لكن شايف أنا عايز أكلمك سريعا على المان يونيتد شايف المان يونيتد مع سول شاير لسه متمسكين بالغاية دلوقتي حسنا يا كابتل أنت حرقنا بطول الترتيب أنا عامل علامة كروس كده على من يونيتد السؤال اللي عايز أوجهه يعني سير أليكس فريكسون يعني إلى متى الصبر على سول شاير سول شاير في قاعدة برنجابهير من شاير يونيتد كل ماتش نطلع نقول أنه سول شاير خلاص ده الأخير ليه خسارة في أوروبا خسارة في الدوري يعني أنت خسرت الدوري اللي اتنين ديربي الكبار بتوعك في إنجلترا قدام ليفربولو بنتيجة تقيلة جدا وبعد كده خسرت تاني من منشستر سيتي في ديربي المدينة ديربي مدينة منشستر وخسرت 2-0 الجولة اللي فاتت سول شاير قاعد ليه فريكسون بيدافع عنه ليه يعني دايما فريكسون واثق فيه وبيقول لي نمنحه الثقة الوحيد حاليا أن التقارير الإنجليزية بتقول أن من يدافع عن بقاء سول شاير هو سير أليكس فريكسون يمكن عشان اختياره مش عارف النقطة التانية برضو في الجدول اللي عايزة أتكلم عليها فريق نيوكسل هل الأموال هتصنع فريقه وتنقذه من الهبوط نيوكسل حاليا في المركز التسعة عشر مهمة صعبة جدا ما ننساش أن احنا بنتكلم في الجولة الحداشر الجولة الحداشر يعني نقدر نقول تقريبا أن تلت البطولة عدة أكتر من ربع يعني شوية خلاص خمم مطشنوا يبقى تلت البطولة عدة فالمهمة صعبة جدا هل هتقدر تنقذ الفريق هو ده اللي منتظرون ونشوفه في فترة الجاية يمكن على مستوى البلانينج أكيد السنة دي يمكن هم بيحاولوا عدم عمل عدم الهبوط للشامنشيب ويكون عندهم السنة الجاية عندهم يعني متسع من الوقت أنه يجيبوا نجوم على مستوى كبير جدا لأنه يكسل كمان من الفرق الكبيرة أحد الأسماء الكبيرة في الكرة الإنجليزية طبعا كابتن وآلن شيرر وناس كبار طبعا عايزة أسألك لو خليفة سول شاير يكون مين زيدان هو الحل الوحيد حلال لإنقاذ منشيستر يونايت وأعتقد ده هيكون الحل القريب في الفترة الجاية أكيد طبعا زين الدين زيدان من المدربين الكبار وبعض وسائل الإعلام حتى في إنجلترا كان الاسم زيدان موجود يمكن كان الاسم كونتي موجود بقوة لكن كنت انتجه لتوتنهام لكن طبعا يبقى زيدان يمكن مرشح خاصة من كريستيان ورونالدو موجود في المان يونايتد وبعض الناس بتتكلم أنه في حالة إقالة سول شاير أعتقد أنه زين الدين زيدان هو هيكون على رأس القائمة الفنية هو كمان يا كابتن المدرب الوحيد حاليا من الكلاس وان أو المرتبط القولة اللي موجود حاليا على الساحة في أوروبا تقريبا زيدان كلهم اشتغلوا يعني آخر حاجة كان كونتي وميسيك توتنهام أنشلوتي في بداية الموسم رحلية المدريد تشافي حتى انتقل وهيبنين عليه كلام برشلونا كل المدربين تقريبا كل الفرق سكنت تقريبا الاسم الكبير اللي ممكن يناسب اسم وقيمة الشاطين الحمر فريق منشصة رونالدو أحد أعرق أندية العالم مش إنجلترا هيكون زين الدين زيدان خاصة زي ما حدق قلت في ظل العلاقة القوية جدا اللي بتربطه بكريستيان ورونالدو زيدان هو المدرب الذي أخرج أفضل ما في كريستيان ورونالدو اللي عمل الإبداع بتاع كريستيان ورونالدو في الثلاث سنين السحرية ثلاثة دوري أبطال وربعض في ريال مدريد كان هو زين الدين زيدان مع رونالدو طيب نسيب الدوري الإنجليزي ونروح للدوري الإيطالي كمان الدوري الإيطالي يا هاب أعتقد صراع بقى ثلاثي يمكن اختفاء اليوفينتوس شوية عن المشهد ولكن في اعتقاد الشخصي مش هيكون كتير لكن نابولي بإنتر وميلا وصراع ثلاثي على القمة في الدوري الإيطالي دوري إيطالي يعني إنتر شوية وراء يا كابتن شوية برضو هو فرق نقاط مش كبير بس اللعبة القط والفارمن بداية الموسم مع نابولي وميلا نابولي وميلا نابولي وميلا عاملين موسم مفاجأة يعني في غياب المفروض أنت تحط تلات فرق اللي كان قبل بداية الموسم يا كابتن لما تكلمنا وحنا هنا والتجهيزات وروما ومورينيو وكلام ده كان كل الكلام بيتكلم إن احنا نقول إن يوفينتوس السنادي وإنتر ميلا البطل طبعا وحامل اللقب دايما بتبالي حزوزه بجانب التجهيزات القوية جدا لفريق روما واللي استعدادات اللي عملها ولكن فقراء الجنوب فريق نابولي يتصدروا جدول الدوريو معهم ميلا اللي مع استفانو بيولي بيقدم أداء متميز جدا الفرقتين مفيش حد فيهم عايز يرمي الفوت زيما بيقول الفرقتين الجولة اللي فاتت كسبوا اللي قابليها كان ده تعادل طب تعالى لو أنت نشوف نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي ويمكن الميلا والتعادل كمان على مستوى الديربي نشوف محضراتكم النتائج طبعا أمفلي 2-2 مع جنوى سبيزيا 1-0 على تورينو يوفينتوس فوز 1 على فرونتينا كالياري الهزيمة 2-1 من أطلانطا أودونيزي والفوز 3-2 على ساسولو سامدوريا والهزيمة من بولونيا 2-1 لاتسيو التعادل 1-1 مع بيرونا ميلا والتعادل في الديربي ديربي العاصمة واحد-واحد مع الإنتر في نيتيا وتبوز على روما 3-2 أكلمك طبعا على هذه الهزيمة لكن كان لها أثر كبير جدا جدا في طبعا جماهير روما وخاصة نتكلم على مورينيو وطموحات مورينيو لكن خلينا نقود من دقيقة هزيمة روما وهل علامة استفهام دلوقتي على أداء روما رغم انطلاق بداية رائعة جدا مع مورينيو لكن في الأسبوع الأخيرة فيها هزيم كتيرة جدا نحط على مستوى يعني على المستوى الأوروبي دور المؤتمر الأوروبي الهزيمة 6-0 أمام فريق مغمور يا كبتس صحيح حاليا الصحف الإطالية كلها بتتكلم على أين مورينيو بعد الصحف قالت أين مورينيو النجم يعني دايما النجم الكبير سبيشال 1 في العالم هو أفضل مدرب في العالم من أخذ لقب سبيشال 1 ولكن روما بعيد جدا عن الصورة روما لن يستطيع كابتن بعد 12 جولة حالية نقدر نقول أن روما بعيد عن الصورة روما لن يكون من ضمن المنافسين أنا بجزم الحراكة من دولات من ضمن المنافسين على الدور الإطالي لا روما برا الصورة تماما رغم أنه هو فوق يوفينتوس في التدريتيب بالدوري ولكن لا يوفينتوس زي ما حراك قلت ممكن يرجع روما بالشكل اللي هو فيه لا ماتش فورنتينا الأخير ده بتاع يوفينتوس ماتش صعب ودايما ديربي فورنتينا مع اليوفي بيبا فيه بينهم حساسيات كتير والماتش زاد صعوبته كمان بعد ما اليوفي خد كيازة نجم الكرة الإطالية الأول من فورنتينا وشوفنا الثاني الفتت اللي حصل واللافتات الخيانة واللي عملوه مع كيازة فيدريكو كيازة إنما يوفي جاي زي ما حراك قلت جاي وفرقة بطولة زي ما نقول دايما فرقة بطولة تقدر تعود يقدر يعود النقاط اللي متأخر بيها اللي جاي هل يرحل مورينيو سؤال ياترح نفسه حاليا قبل ما نتكلم على مورينيو تعال نشوف كمان أرقام مباراة كانت اليوفينتوس وفورنتينا وفوز اليوفينتوس واحد سفر مباراة على مستوى الأسماء تقول أن اليوفينتوس طبيعا يفوز لكن على مستوى الأداء فورنتينا كمان من الفرق اللي بتقدم كورة جيدة جدا على مستوى الدفاع واللجومي طبعا فوز اليوفينتوس واحد سفر الفرص فرصتين اللي فورنتينا لم يحرز هدف خمس فرص اليوفينتوس أحرز منها هدف واحد هدف المتوقع أكيد كانت لصالح اليوفينتوس وان بوينتو استحواز كانت خمسين خمسين نسبة التاميرات الصحيحة بنسبة نسبة واحدة اتنين وثمانين في المائة للفرقتين التصويبات على المرمى كانت لصالح اليوفينتوس 13 تصويبات منهم ثلاثة ما بين القائمة العرضة مقابل خمسة لفورنتينا منها واحدة ما بين القائمة العرضة العرضيات اتنين وعشرين عرضية لفورنتينا مقابل اتناشة اليوفينتوس خمس ركنيات خمس ركنيات جمع أنت قلت المباراة كانت رايبة على مستوى حتى الأرقام اليوفينتوس بيفوز لكن كان فوز مهم لليوفينتوس اليوفينتوس يقدر يختف الفوز لفريق يوفينتوس أنصر مهم جدا بعد رحيل رونالدو يعود غياب النجوم عن فرقة اليوفي يعني تقريبا أنا كابتين دي النهاردة لما تمسك اليوفي ما بتقولش فرقة نجوم ولكن في نقطة مهمة جدا بتبينها لنا الأرقام والعرضيات دي دفاع اليوفي دفاع اليوفي واللي هو دفاع منتخب إيطاليا برضو في البطولات الأخيرة واللي تقالى فيه الاتنين ليوناردو بونتشي وجورجي يوكليني ومعهم الظاهرين لازال الدفاع دا قوي جدا أنه بتعمل عليك 22 عرضية خلال مباراة من فرقة فيورنتينا ما فيش ولا عرضية منهم بتقدر تخش مرماق وراهم طبعا حارس مرماق قوي جدا البولاندي تشيزني ولكن فيه دفاع لازال فرقة يوفينتوس لو تبعت كل ما تشطها يا كابتين حتى في بطولة أوروبا لما كسبوا تشيلسي واحد في دورة أبتال أوروبا كانت الفرقة بتدفع قوي جدا جدا وبيعتمدوا على هجم مرتدة سريعة مهارة كييزة ومهارة بعض العناصر ديبالة طبعا عناصر نص الملعب عندهم المميزة أخوان كورداد وجناح يعني بمميزات قوية جدا هو ده الفريق اليوفي لازال زي ما هو بيرجع شوية شوية زي ما حدك قلت أنا أتطفق معك تماما أن يوفينتوس يرجع يرجع بشكل أو بآخر وأعتقد سيبقى فيه صراع رباعي من السلاسي أعتقد زي ما قلت إيهاب الإنتر كمان مش في مستوى مستوى من بداية السيزن لكن الميلا بيأدي أداء أكثر من رائع كمان على مستوى النابولي واليوفينتوس راجع فأعتقد رباعي روما يعني وأتالنطا كمان على مستوى أتالنطا فرق من الفرق القوية جدا تعالوا نشوف حضراته الترتيب ترتيب جدول الدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة حيكون معنا حيكون معنا عبال ما يجهز عايز أتكلم معك على كمان مورينيو مورينيو بصفة خاصة هل فيه ضغوط كبيرة جدا هل مورينيو كمان ممكن في وقت من الأوقات ما يكون شوى على الإدارة الفنية يعني ممكن الاستغناء عن مورينيو ولكن ولا الأمور فيه بلانيج وفيه حطين على الأل تلات أربع سنين عشان رغم ما ترجع تاني حتى على المستوى الأوروبي تشعر يا كبت أنت تشوف مورينيو إن مورينيو فقد الشغل مورينيو عايش على الماضي زي ما بنقول في الكرة الماضي ما تأكلش عايش خلاص حتى الفرق اللي عايش على الماضي ما فيش حاجة دلوقتي في الكرة يقولك إن أنت إيه ده منتخب ده كان إيه زمان ده بيام كذا أنت الواقع إيه أنا شايف مورينيو دي وجه نظري فيه إن مورينيو عايش وبرشلونا وريال مريدة مع أدهم وقدر ياخد منهم دورة أبطال أوروبا وإزاي كماشا اللي عملها على ميسي دي كان بداية شهرة مورينيو في العالم كمدرب رهيب جدا في الدولة الإيطالية عمل اسم كبير جدا ولكن أين مورينيو الآن دورة الإنجليزية للموسم اللي فات فشل رهيب مع كل الفرق خلال مسيمين منشيستر يوناتي تمسكو فشل معها توتينهام مسكو فشل معها يستنى بعض الترشحات اللي كان بترشح أنه يكون هو على الإدارة الفنية للمنتخب البرتغالي كان من الأفضل للعلى مستوى المنتخبات دلوقتي يعني ياخد راحة شوية من الأندية ويشتغل منتخبات هي دي التجربة اللي نقصة لمرينيو يا كابتل لأنه ما خدش تجربة المنتخبات ولكن زي ما احناك بتقول أنا شايف كان الأفضل لي زي ما بيقوله كده استراحة محارب قعد فكر وشوف هتعمل إيه الفترة يا جاي وكده لأن لازم تحاسب نفسك أن أنت بتفشل ما مش ممكن أن كل الفرق اللي أنت تمسكتها ما فيهاش نجوم تمسكت منشستر يونيتد وهو فيتر سانة من النجوم زي زي سولشاير دلوقتي عنده أحسن لو اتكلمنا عن السكادول والأسماء اللي موجودة في فرقة منشستر يونيتد أنا شايفها أن هي من أفضل الفرق في دولة الإنجليز أفضل من كل الفرق الأسماء اللي موجودة عند منشستر يونيتد خاصة في الخط الأمامي وخط منتصر في الملعب ولكن مدرب لا يجيد قراءة أوراقه لا يجيد تحييك رعساكر على أوراقة الشطرانج اللي عنده دا اللي موجود في منشستر يونيتدد دا حاليا مع مورينيو حاليا مع مورينيو برده مدرب وإن كان الرومى مفاشل الأسماء الكبيرة التي يقدر بيها ينافس بس ما شفناش اللمسة بتاعته لازم يباليك أنت شخص أن روما كمان ينقصها بعض النواحي خاصة في الحالة الدفاعية مش على أعلى مستوى. لكن خلينا كمان نشوف ترتيب. روما دلوقتي بيقع في المرتبة الكام في الدوري الإيطالي. نشوف ترتيب. أعتقد الخامس. أه في السادس أعتقد. طبعا نابولي طبعا مع الميلان. في نابولي في بفار الأهداف طبعا 32 نقطة. ميلان 32 نقطة. إنتر ميلان 25. المركز الرابع أتلانتا بـ 22. المركز الخامس لاتسيو بـ 21. المركز السادس روما بـ 19 نقطة. فيرونتينا في المركز السابع بـ 18 نقطة. اليوبي في المركز الثامن بـ 18 نقطة. بولونيا في المركز التاسع بـ 18 نقطة. فيرونا في المركز العاشر بـ 16 نقطة. أمفلي 11 بـ 16 نقطة. بنتقلم على تورينو في المركز الـ 12 بـ 14 نقطة. ساسولو في المركز 13 ب 14 نقطة ودينيزيا 14 نقطة في الـ 14 فينيسيا وطبعا سيفيزيا في المركز 15 و 16 جينوى في المركز 17 ب 9 نقاط سامدوريا في المركز 18 ب 9 نقاط سالزنيتيا في المركز 19 ب 7 نقاط وكالياري طبعا في المركز الأخير ب 6 نقاط شايف ترتيب خاصة على مستوى نصف الجدول هل روما قادر أنه يصعد للمربع الزهبي ولا الأمور أعتقد هتبقى نصف الجدول زي السنة اللي فاتت تقريبا روما من الخامس للتامن يا كابتن من الخامس للتامن سجلها معك دلوقتي من دلوقتي نقول لك روما يخلص ده كاتشيو السنة دي من الخامس للتامن المنافسة بيتصعب أقوى على اللقب يا كابتن نفسها بيتصعب أقوى على اللقب اليوفي أنا شايف أنه صعب قوي النقط دي يعني هو جاي بس لو بصنا فرق بينه بين الأول أو الفئدين الأول 14 نقطة 14 نقطة في الدوري في عالم دوري الإيطالي فرق مش سهل جدا ولكن الفرق بينه وبين المربع الزهبي اللي بيودت شامبنزليج أربع نقاط فقط بينه وبين أطلانتا صاحب المركز الرابع اللي هو عنده 22 نقطة واليوفينتوس حاليا 18 نقطة ده سهل سهل إن أنا أخش حاليا دوري أطال أوروبا ممكن أعافر أخش شوية مع برضو إنتر ميلا إنتر ميلا ممكن يعافر برضو لأنه هما سبع نقاط يكسب ماتشو والتاني يخسر يبدأ الفرق يقل إنما اليوفي على اللقب إحنا بنقول إحنا لسه بنكلم بنقوله أنه غاي بس لما شفت المسافة دلوقتي طويلة أو 14 نقطة كتير طيب كمان علشان نتكلم على الدوري الإيطالي بشكل مفتوح كمان معنا أسطورة أسطورة من أساطير الكرة الإيطالية وعلى مستوى الإنتر سندرو ماتسولة طبعا أسطورة من أساطير الكرة الإيطالية على مستوى الإنتر 17 سنة بيلعب في الإنتر وعنده رقم ريكورد عالي جدا في ديربي العاصمة بين ميلا والإنتر وقدر يسجل هذا هدف بعد 13 سنة في هذا الديربي طبعا سندرو بيشرفنا وبينوارنا في قناة النادي الأهلي وعايز أقول لحضراتكم يمكن أبن عن جد يعني هو كمان كان والده يعني كان نجم كبير في الكرة الإيطالية في فريق تورينتو وكان طبعا كان في حديثة شهيرة يعني في الطائرة وسقوط الطائرة ولكن سندرو يمكن انضمامه للإنتر في سنة صغيرة وبدأ مشواره مع الإنتر وأنها مع الإنتر بشكل كبير جدا أحرز أربع بطولات في الدوري أحرز اتنين بطولة أوروبا مع الإنتر خد اتنين كاس عالم مع الإنتر وطبعا أسطورة كبيرة من أساطير القرى الإيطالية يشرفنا يكون موجود معنا النهاردة على شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير عليك مساء الخير على الجميع ومساء الخير على قناة الأهلي طبعا من خلال حوارنا لسه دلوقتي نتكلم على الدوري الإيطالي والمنافسة الشديدة جدا ما بين يمكن ثلاث فرق يمكن خاصة فرقتين ما بين نابولي وميلا شايف إزاي السيريا السنادي والتنافس على الحصول على هذه البطولة الكبيرة ما بين ثلاث فرق هذا العام الدوري الإيطالي أحد أقوى النسخة الإيطالية في هذا العام الإنتر فاز العام الماضي وقدم أداء رائع مع أنطونيو كونتي لكن هذا العام المنافسة قد تكون بين أكثر من فريق أن ترى الميلا وترى نابولي والإنتر منافسة كبيرة ما في الشك طالما جبنا سيري يعني نابولي وكونتي بكلم ما الفرق ما بين يعني الإنتر مع كونتي وإنزاجي هل شايف فيه فرقات هل الإنتر قادر أنه يعود تاني وينافس على هذه البطولة بصفة طبعا حامل اللقب للسنة الماضية في حقيقة الأمر أنطونيو كونتي ونسخة الإنتر معه كانت أكوى من النسخة الحالية مع سيمون إنزاجي لأن أنطونيو كونتي لديه شخصية قوية وكبيرة داخل غرف الملابس وأيضا على الخط نسخة كونتي الأكوى صحيح لكن كانت أعتقد من المفاجهات هو كمان نابولي نابولي بيقدم نسخة رائعة من الدور الإطالي السنة شايف كمان نابولي وشايف كمان الميلان الميلان اللي عنده فريق قوي جدا متوسط الأعمار صغير جدا وأداء أكثر من رائعة لفريق نابولي والميلان نابولي فريق قوي جدا نسخة نابولي هذا العام نسخة كوية مع لشانو سباليتي والميلان يقدم أداء رائع مع ستيفانو بيولي في حقيقة الأمر أنا أعشق الإنتر وأتمنى فوز الإنتر بالطبع لكن الميلان الميلان قوي جدا هذا العام مع بيولي رقم كل دي الأسماء لكن استفانو بيولي يقدم أداء رائع معهم ما فيه شكل ديربي إنتر وبيلان كان أكيد تابعته بشكل كبير جدا وخاصة أنك صاحب الرقم القياسي في إحراز أسرع هدف في الديربي في التاريخ الميلان والإنتر بعد 13 ثانية بتحرز هدف الإنتر شفت اللقاء الديربي زي ما بين الميلان والإنتر في هذه الجولة l'ultima partita di quest'anno للإنتر أفضل مكان. وكان أن يفوز بذلك المباراة. ما فيه شك. كمان إحنا من خلال زي ما إحنا شايفين. كمان لقطات من وجوده. وده يمكن الهدف بعد 13 ثانية. ديربي ما بين الإنتر والميلا. وهو صاحب هذا الرقم الغاية دلوقتي. أسرع هدف في تاريخ الديربي العاصبي في إيطاليا. ما بين الإنتر وميلا. كان طبعا بإمضاء ساندرو ماتسولا. عايز أروح معاه لي يمكن مباراة أو على مستوى المنتخبات. منتخب إيطاليا. وفوز المنتخب الإيطالي طبعا بلييرو 2020. وكمان مواجهة قوية جدا أمام المنتخب السويسري. شايف كمان الكرة الإيطالية أو منتخب إيطاليا في طريقه طبعا للمنديال بعد الغياب المفاجئ لمنتخب إيطاليا عن كأس العالم 2018. حزوزه طبعا أمام المنتخب السويسري. وحزوزه للفوز كمان بطولة كأس العالم القادمة. أصعب مباراة ممكن أن تواجه روبرتو منسيني وقائمة روبرتو منسيني هي مباراة سويسرا غدا لأنك تعلم أن إيطاليا وسويسرا يمتلكون نفس النقاط. صحيح. مباراة هامة جدا. إيطاليا إذا فازت ستكون منطقيا قد تهالت لكأس العالم. لكن سويسرا ستلعب غدا مباراة قوية جدا. لحن لدينا ميزة أكتر من منتخب السويسري. لكن إذا ما كنت تسألني على هذه المباراة أصعب مباراة قد يواجه روبرتو منسيني ورفاكاء روبرتو منسيني. يجب أن الخاطئ ممنوع غدا أمام سويسرا. صحيح. أعتقد روبرتو منسيني كمان بيقدم مستويات رائعة على مستوى الأداء على مستوى النتائج. وأعتقاد الشخصي أن المنتخب الإيطالي قادر. مش بس الوصول لكأس العالم. لكن كمان الوصول لمرحلة كبيرة أو مربع زهبي أو المباراة النهائية لكأس العالم. بس أنا عايز أعجبك لجزئية تانية خالص. ونرجع تاني لطبعا الدربي ما بين ميلا والإنتر. مش من خلال الإعداء الفاني. ولكن من خلال الجماهير. وكان فيه لقطة أكتر من رائعة. أنا باعتبرها لقطة عظيمة جدا من جماهير الميلا. الميلا. وبلغة الألتراس كده دخل عظيمة. بيشكروا فيها كل الأطباء والعاملين في الصحة في إيطاليا. على المجهودات الرائعة الكبيرة اللي قاموا بيها من خلال كانت سبب أساسي في رجوع الجماهير للمدرجات تانية في الدور الإيطالي. أنت كمان شفت الدخلة دي ازاي وعلق لنا. من خلال طبعا عبارات كانت عبارات جميلة جدا. من جماهير الميلا. رسالة كبيرة جدا. ورسالة تعاطف ورسالة حب ورسالة تقدير من شعب يعشق بلاده ويعشق كميع المؤسسات. وكانت رسالة قوية من أجل الأطباء ومن أجل الجميع الذين ضحوا من أجل أن تعود إيطاليا إلى الواجهة. ليست ثقت في كرة القدم. المؤسسات التعليمية والطبية وكل شيء. شكرا لكور بسود ميلانو. صحيح. أنا في اعتقادي الشخصي. وانا شفت يمكن المباراة. ويمكن لو معنا صور اللي هذه المدخلة. ممكن نشوفها من خلال حدثنا معاك. لكن كمان خلينا زي ما احنا شايفين الصور كلها صور يعني دخلة في اعتقادي. الناس وصفتها بأفضل دخلة في تاريخ الدربي الميلان. شايفين عبارات. شايفين يعني دي طبعا عبارة كده بتقول شكرا للطباء والمحاربين في الجبهة الأولى. اعتقادهم أو طبعا يعني رسالة واضحة لكل من ضحى بحياته من أجل الرجوع للمدرجات مرة تانية. فأعتقد رسالة كانت قوية جدا جدا. بس ارجع لك تاني صندرو بالنسبة لي طبعا طبعا نتكلم على مورينيو. ويمكن الجولة الماضية وتعطر روما مع مورينيو. شايف أولا ظاهرة مورينيو ازاي في الدور الإيطالي. وهل مورينيو قادر على تحقيق حلم جماهير وعشاء روما للوصول لعلى الأقل للمربع الدهبي في نهاية هذا العام. مورينيو مدرب رائع ومدرب كبير ومدرب عظيم وعندما كان في الإنتر كنت أتواجد معه وكنت أستمع دايما لنصائحه وكنت أقدم له النصائح. مورينيو مدرب عظيم ويملك تاريخ عظيم وحزين لأن الصحافة الإيطالية وجميع الصحافة بدأت تهاجمة. لكن مورينيو سيعود بروما بعد التوقف الدولي وسيكون من ضمن الأربع الأوائل لا تستهينوا بمورينيو وعقلية مورينيو. هو فقط لا يملك لعبينك أكوالي تعالي. كمان لو كلمنا على ظاهرة زي مورينيو في الدوري الإيطالي نتكلم على مستوى كمان إبراهيم وفيتش مع الميلا وتقلق غير عادي مش لهذا السيزن ولكن من السيزن الماضي رغم اقتراب إبراهيم وفيتش من سن 40 سنة شايف كمان ظاهرة إبراهيم وفيتش مع الميلا إزاي. إبراهيم وفيتش 40 عام لكن هذا السن فقط لكن عندما ترى إبراهيم وفيتش في الملعب إبراهيم وفيتش أقل من 20 عاما وأقل من 15 عام لأنه يلعب بشغب يلعب من أجل التيشرت يلعب من أجل الشعار يلعب من أجل الميلا وجمهير الميلا على مستوى آخر شيفشينكو وقدوم شيفشينكو طبعا يعني بعد تركه المنتخب الأوكراني ظاهرة وكان نجم من نجوم الميلا ونجم من نجوم الدورة الإيطالية في فترة ليست بقليلة وجوده مع جنوة وإدارته للإدارة الفنية الجنوة شايف هذه التجربة إزاي؟ أنا أعشق شيفشينكو لكن شيفشينكو اتخذ قرارا صعب وهو أن يترك منتخب وقرانيا بلد بحالها بلد بأكملها تعشق أندريا شيفشينكو ولو تمثال هناك ترك منتخب وقرانيا الممكن كان ينزب معه من أجل الجنوة تجربة صعبة طيب هو لو بيحب أكيد شيفشينكو على مستوى اللاعب إيه النصيحة اللي يقولها له بوجوده ووجوده الأول مرة على القيادة الفنية في الدور الإيطالي إيه النصيحة اللي يقولها له نصيحة التي أستطيع أن أقدمها لأندريا شيفشينكو هي البدايات أن يبدأ أن يبدأ خطوة خطوة وأن يتعلم لأنه عظيم في الكرة الإيطالية ولا يتاريخ خبير مع الميلا لكن التدريب في إيطاليا يختلف عن أن تكون لعب عندنا شيفشينكو يجب أن يفزل مجهود كبيرا والبدايات البدايات دائما مهمة جدا بالنسبة لشيفشينكو صحيح البدايات دائما تكون مهمة جدا سندرو عايزين نعرف كمان رأيك عن الكرة المصرية ولو جبنا سيرة الكرة المصرية أكيد ما بين قوسين كده نحط محمد صلاح وأداء الرائع مع ليبر بول وإذا كان على مستوى البريمان ليج أو التشاموز ليج شايف الكرة المصرية إزاي وشايف حزوز محمد صراح للفوز بالبالندور السنادي إيه من خلال أداءه مع ليبر بول صلاح لعب عظيم ويجب أن أقول أنه ظاهرة مصرية يفعل أشياء عظيمة في كرة الكادم ليست فقط في ليبر بول هو فعلها مع رومة ومع فيورنتينا أو حتى إن كان في بازل أو تابع صلاح منذ فترة ويقدم عمل كبير أنا أعشق محمد صلاح أتمنى فوزه بالبالندور كلنا نتمنى فوز محمد صلاح بالبالندور كمان إحنا بنشكر سندرو ماتسولة طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الآلي أسطورة كبيرة من أساطير الكرة الإيطالية كان منوارنا على شاشة قناة النادي الآلي شكرا جزيلا لوجودك معنا ضايا لا الرجل سندرو يعني غني تعريف لديه خبرة طويلة جدا في كرة الإيطالية هو بيعتقد أن مورين يراجع بعد توقف واضح أنه سبورت جدا وعنده زي ما بيقولك هو صحافة كمان على مستوى كلمك عن مستوى أوروبا أنا عاشت الكلام ده في ألمانيا في إنجلترا في إيطاليا الضغط العصبي من خلال الميديا وخاصة دلوقتي بعد السوشيال ميديا ضغوط كبيرة جدا جدا بس في اعتقاد الشخصي مورينيو بيحب الأجواء دي بيحب أجواء التحدي والسوشيال البريك الدولي اللي احنا فيه يا شخصي مورينيو يا كابتن زبان طبال ممكن ده يكون حافز لي يكون عامل دفع لي مورينيو يعني مصير للجدل مع الإعلام والصحافة حتى في إنجلترا وكان دايما بيخش في مشكلات كتيرة معهم فالهجوم القوي جدا اللي عليه زي ما قال ساندرو ممكن ده يكون دافع لي يكون يرجع الفترة الجاية يرجع بفريق روما ولكن هو قال نقطة مهمة جدا من نجمع عليها رجم النهوس بشلان قال إنه ليس لديه نجوم فرقة روما رجم التدعمات اللي عملوها في بداية الموسم ابو تامي إبراهيم من تشيلسي وضموا عدد من الأسماء ولكن تحس برضو روما بلا هوية أين روما الجماهير في إيطاليا بتتساءل عن روما توتي روما ديروسي بعد كده حمل الرايا من توتي بعده خلاص روما اختلف كان روما فرقة بتحبها بتحبها الجماهير العربية وتحب التباحها إنما حاليا تحس فرقة روما فريق بلا هوية مش هو ده روما بتاع زمان مجرد الاسم فقط صحيح هنشوف إذا كان مورينيو قادر على العودة وتحقيق طموحات وجماهير الروما ده هنشوف لسه في الأسبابات اللي جاية لكن لسه عندنا حاجات كتير هنا في المحترف نطلع فاصل ونرجع مرة تانية مع حضراتكم حالا بحضراتكم مرة تانية حضراتكم برحب بك مرة تانية هاب معانا موجود في المحترف عايزين نتكلم على الكرة الأسبانية والدوري الأسباني ولو جبناك خلاص سيرة أسبانيا بقى على طول هنروح لبرشلونة ما فيش شكل جافي والإدارة الفنية لبرشلونة مسؤولية كبيرة وأعتقد أن يعني هتكون الأمور مستهلة استنادي على برشلونة ولا أنت شايف ممكن تعود البرشلونة بشكل أو باخر للمنافسة على اللقب على الآلية المهمة صعبة صعبة جدا طبعا على تشايفي مع برشلونة ولكن هو من أول يوم لتصرحاته رفع راية التحدي الراجل قال بس هو كان واقعي يا كابتن يعني بعد ما تولى التقديم المؤتمر صحف التقديم ومن يومين قال إن إحنا لازلنا في سباق الدوري أي نعم ولكن ما قالش إن أنا هنفسها اللقب إنما اللي تكلم عليهم بشكل صريح قال إحنا في جاس الملك فرصنا كبيرة وفي دولة أبطال أوروبا رغم الهزيمة في أول مبارتين قدر برشلونة يكسب دينا مكيف زهابا وقيابا زي ما شفنا بواحد صف برضو فرصه قايمة في دولة أبطال أوروبا هو أتكلم عن البطولتين دول تحديدا تشايفي مدرب يا كابتن يملك القدرة على تغيير برشلونة اللي كنا مستنين والفترة اللي فاتت ليه يملك القدرة على تغيير برشلونة تشايفي يملك زي ما نقول جينات برشلونة جينات البطولة جينات البارسة ليكبول جماهير كبير جدا لدى جماهير برشلونة ليكبول في الشرع الكتالوني أحد الرموز لما يبلاعي برامزة يا كابتن بتفرق أوه مع الفرقة بتفرق مع جمهور زي ما شفنا بالزبط في تجربة لامبرد مع تشيلسي تجربة ما كانتش نكحة وغيروه في أنها بتومس تخيل ولكن ما شفناش أي انتقاد من الجماهير للمبرد ما صارتش عليه عنده رصيد هي رصيد ده اللي أنا بتكلم على القرب هو ده الرصيد اللي هي لعب ليتشافي شافي عنده رصيد كبير جدا في blaming برشلونة يا عملية إصلاح كاملة انت عارف برشلونة أكيد على مستوى انت بتتتكلم على مستوىات كبيرة جدا بتتتكلم على مستوى الملعب أكيد محتاج لعيبة أكيد انت تتكلمت على نقطة مهمة جدا ان عندهم لعيبة وعدة ولكن محتاجة وقت طويل بتتكلم على إصلاحات على مستوى الفاينانس على مستوى الفلوس كمان ده تحديات أعتقد هتواجه شابي ولكن الأمور واضح من الأول زي ما أنت بتقول فيه قبول وفيه زي ما بتقول كده يعني هم شايفينه أنه هو المنقذ المنقذ الحالي لفريق برشلونة بالزبط يا كابتون وزي ما بقوله هركضنا لسه بنتكلم برشلونة أول حاجة عملت شابي راح شاف تدريب الفريق الثاني وضم سبع عيبة منه للفريق الأول إنبارح ده حصل ضم سبع عيبة من رديف برشلونة أو الفريق الثاني برشلونة بيه اللي بينافس في دور الدرج الثاني على طول ضمه للفريق الأول معنى كده أن برشلونة إن شابي عارف الوضع وقعد أكيد مع لابورتة وعارف كل حاجة أن فلوس نشتري العيبة مفيش بس ده كمان برضو قام بي يعني كمان قدم لنا لنماذج قدم لنا أولاد عندهم 17-18 سنة فأعتقد دي مدرسة برشلونة إن هما دايما بيخرجوا من مدرساتهم والأكاديمي لكن أنت مش مش شايف إن هما محتاجين يعني محتاجين لعيبة عندها خبرات بجانب اللعيبة للشباب اللي عندهم تالنت محتاجين على الأل زي ما بقولك رأس حربك يعني مش هيقدروا كابت مش هيقدروا مش هيقدروا فلوس فيه أزمة جبيرة جدا في برشلونة على الصعيد المادي مش هيقدروا بلعكس ده هما فيه لعيبة بيفكروا يعني لوك دي يونج جابوه بداية الموسم من رأس الحربة الهوندي هيعمله كل اللي هيعمله شايفي إنه هيحاول يلعب على العناصر اللي عنده عنده عناصر مميزة جدا عنده عناصر عايز رجحها يعني هو بيأمل زي ما تكلم إن عثمان ديمبلي ده كان جمي كبير جدا عايز يجدد معاه وإنه هو يرجع يعني هو عايز ويرجع إنه لعيب قال ده لعيب يؤثر معي أنسو فاتي قال لو الإصابات دي ما بتلحقوش هتبع فرقة كومن قدم له اثنين تلاتة لعيبة دلوقتي هم وليوس إنريكي نفسه بيعتمد عليهم جافي وبيدري واللعيبة دي دي العيبة مستوىها متميز جدا يا كابتون كنا بنتكلم عنهم جافي أبدع في ماتشاط منتخب أسبانيا زي ما شفنا فعنده عنده العناصر اللي هيمز شافي يا كابتون زي ما كنا بنتكلم فيها دلوقتي هي حتة القبول وحتة التغيير العقلية يعني هو حتى من أول يوم رجع فيه ومسك عمل اجتماع مع اللعيبة تكلم فيه تكلم في ماتش سلتفيجو اللي هنتكلم عليه حاليا تقدله تلاتة تلاتة كان ليه توبيخ لللعيبة العدد من اللعيبة أتكلم معهم وأظهر أخطاء أنت وخاطأت وفينا طبعا أنا وإنت هاب نشوف أل إيه طبعا شافي والإدارة الفنية وأمل الإصلاح في برشلون نشوف طبعا جافي أل إيه في المؤتمر صحفي ونرجع مع حضراتكم مرة ثانية شكرا جزيلا أنا متأثر وسعيد للغاية أتقدم بالشكر للنادي لقد أخجلتم تواضعي نحن أفضل نادي في العالم وسوف نعمل بقوة لكي ننجح البارسة لا يجب أن يبحث عن التعادل أو الهزيمة علينا أن نفوز بكل مباراة نلعبها لقد آثرتم مشاعري أشكركم بحرارة عاش برشلونة وعاشت كتالونيا واضح جدا سبورت كبير جدا يهاب من الجميع زيما أنت قلت وكمان واضح منه أنه الكلمتين الصغيرين اللي قالهم لها معاني كتير يقولك برشلونة مش بتتعادل وتتهزم برشلونة دايما لازم تبص على المكسب وأنه هو يعني عنده طموح وعنده من كمان وجود الجماهير الكبيرة اللي موجودة أعتقد ده اديته نوع من أنواع الحافز ما فيش شك أنه هو يعني يعتبر من مدرسة ومتربي برشلونة طبعا يا كبرحان راك من أبناء النادي الأهلي دايما نقول لي في النادي الأهلي دايما تلاقي يقولك إيه ده ابن النادي ده متربي على الفوز هو ده اللي الرجل بيتكلم عليه هو دي دي الفرق الكبيرة كده بيقولك قال كلام كلام قليل بس حماسي جدا قال برشلونة أفضل فريق في العالم ده من الجماهير وشوفنا الاستقبال والهتفات الجماهيرية ليه قال برشلونة نفس اللي بنقوله في الفرق الكبيرة زي ما بقول الحراك للأهلي يقولك إيه طبعا أنا ما بلعبش على تعادل ما بلعبش على خسارة برشلونة يخد أي مباراة يكسب بغض النظر عن اسم المنافس ليه وهو ده اللي يعني برضو زي ما بقوله الحراك بيحط رصيد كبير جدا لدى الجماهير لسه رجوع كان حلم كبير جدا ليه وكان حلم للجماهير برغم الجدل حتى الآن في الصحف العالمية حول إزاي مش من السد ما بين أنه هيلعب ماتش كبير برشلونة مع فرقة السد في قطر ما بين أنه دفعوا الشرط الجزائي خمسة مليون يورو بتاعه ولكن في النهاية هو وجه الشكر حتى كان في كلمته خريص لو الفيديو الكامل وجه الشكر لقطر والنادي السد اللي عمل السند يا كابتن لو شفت حتى الآن خط ستاشر مباراة في الدوري القطر تشافي مع سد ما خسرش ولا مباراة خمستاشر فوز وتعادل سيبهم في المركز الأول فمدرب متميز مدرب شابي من اللي لديهم طموحات كبيرة يعني عنده أكيد لكن طبقا طبعا الفوارئ كبيرة ما بين الدوري القطر ما بين الدوري الأسباني لكن واضح واضح أنه يكون فيه زي ما أنت بتقول فيه قبول واضح جدا فيه سبورت كبير على مستوى الميديا وده مهم جدا جدا اللي ما كانش موجود لرونالد كومان كان بيتهاجم على طول كان بيتهاجم على طول فأعتقد ممكن الأمور من خلال الفترة الجاية ده آخر تلات مدربين يا كابتن كامل أرنيستو فالفيردي وكومان وقبليهم كانوا بيتهاجم والنهاردة اللي حصل ده ده أول مدرب في التاريخ الكتبت يوقع عقد تدريب بارشلونة في الكامبنو كانوا في المكاتب الفنية فوق المكتب مقفول مع رئيس النادي ده أوقع عقد قدام الجماهير دي كلها فرض الملعب في سابقة فريدة طيب كمان على مستوى النتائج نتائج الجولة الأخيرة قبل تواقف الدولي للمنتقى اللي طبعا الدوري الأسباني ريا المدريد بيواصل بيواصل استمراره ولكن فيه تعصر شوية لأتليتك مدريد طبعا نتائج أتليتك بالباو اللي هزيمة من قادش واحد سفر اسبانيول والفوز على جرناطا 2-0 والفوز على لبانتي 2-1 والتعادل الغريب جدا جدا مع بارشلونة بعد تقدم بارشلونة 3-0 في الشوت الأول بيرجع سلتا بيجو وتعادل 3-3 ريا المدريد والفوز الصعب إلى حد ما على ريا فالوكانو 2-1 فيا ريا الفوز 1-0 على ختافي بالينسيا تعادل 3-3 أمام أتليتكو مدريد ريا مايوركا والتعادل 2-2 أمام لاتشي و ساسونا الهزيمة 2-0 من ريال سوسيداد وريال بيتيس والهزيمة من إشبيليا 2-0 خلينا نتكلم على إزاي مش المتعودين وخاصة اللي بيحب بارشلونة أن بارشلونة في الشوت الأول 3-0 متسيدة الجيم تماما وسلتا بيجو يجي 3 أهداف في الشوت الثاني ورومونتا ده أعتقد حزينة على طبعا مشجيع بارشلونة بشكل كبير المبارادي قتلت أي طموح لدى خوان بارجوان المدرب المؤقت أنه ممكن يقعد حتى مع الفرقة لو ما كنش تصاله لأن الفرقة أنت متقدم 3-0 كانت غريبة جدا ما بتحصلش مع بارشلونة خالص أنك تخلص شوت أول 3-0 وترجع تاني ولكن أسباس بيواصل العقدة لبارشلونة في السنين الأخيرة بيواصل أنه يقدم عروض مميزة جدا مع فرقة سلتفيج وفرقة كويسة ولكن تشاف يا كابتن هيأعتقد قادر على إصلاح كل لعوب الفنية دي تشاف لديه الرؤية أنه يقدر يعالج كوب بارشلونة درس بارشلونة جدا وخلينا نقول أنه تعرض عليه مرتين الفترة الفاتت بارشلونة ورفض يعني رفض قبل كومن ورفض في ظل كومن قبل كدر رفض مرة تانية أكيد موافقته في الوقت ده خلاص هو أشاف الفرقة وإقبل أنه يخذ التحدي ده ده اللي هنشوف في الفترة الجاية مع تشافي مع بارشلونة طيب تعالوا نشوف جدول الترتيب لطبعا الدوري الأسباني طبعا بعد تعادل بارشلونة وفوز ريال مدريد وتعادل أتليتكو مدريد في المركز الأول بتكلم على ريال سوسيداد بـ 28 نقطة مركز الثاني ريال مدريد بـ 27 نقطة إشبليا في المركز الثالث بـ 27 نقطة أتليتكو مدريد في المركز الرابع بـ 23 نقطة ريال بتيس في المركز الخامس 21 نقطة رايو فاليوكانو في المركز السادس بـ 20 نقطة أوساسونا المركز السابع بـ 19 نقطة أتليتكو بلباو في المركز الثامن 18 نقطة بدور على بارشلونة مش لاقي في المركز التاسع بارشلونة في المركز التاسع طبعا موقف صعب جدا بسبعتاشر نقطة بلينسيا بسبعتاشر نقطة في العاشر اسبانيول الحداشر بسبعتاشر نقطة فيا ريال وكمان فيا ريال في مركز متأخر جدا 12 في المركز الاثناشر بخمستاشر نقطة مايوركا في المركز التلاتاشر بخمستاشر نقطة دوبرتيبو أعلافيس في المركز لاربعتاشر بتلاتاشر نقطة سيلتا بيكو خمستاشر بتناشر نقطة وقادش في المركز الستاشر بـ 12 نقطة جرناطا في المركز السبعتاشر بـ 11 نقطة قالتشي في المركز التمنتاشر بـ 11 نقطة وليبانتي في المركز التسعتاشر بـ 6 نقاط كتافي المركز الأخير بـ 6 نقاط جدول غريب شوية على الدور الأسباني لأول مرة منذ سنين في صراع رباعي أو خماسي على اللقب بدون برشلونة مش مجرد صراع رباعي أو خماسي خمس فرق بنفسه على اللقب لا ده فيه أربع فرق طب بفوق انت مش قادر حتى الآن وبرضو يا كابتن 13 جولة 13 جولة يعني تلت الدورة عدة احنا بنتكلم تلت الدورة أكتر دورة تلعب فيه جولات حتى الآن هو الدورة الأسباني 13 جولة حتى الآن تلعبت عندنا ريال سويسداد بيواصل عروضه القوية جدا في الدورة في المركز الأول ريال مادريدي التاني بس عنده ماتش يعني ليه ماتش مؤجل لسه هو 27 نقطة لو كسب هيقبل هو الأول نفس الهدى بالنسبة للإشبيليا برضو عنده 27 وعنده ماتش مؤجل أتلتكم مادريدي نتائج في الأسبوع الأخيرة مش على مستوى تمحض الجماهير وبدأت الفريق يتراجع ويخسر نقاط كتير من خلال التعدلات سقط في أكثر من تعادل وده اللي خلى الفرقة ترجع كده إنما الدورة الأسباني السنة دي فيه ظاهرة غريبة إن اللقب برضو زي ما كنا بنتكلم شوية في إنجلتان اللقب أنت مش عارف هيروح فيهن أمير ريال مادريد للخبرات عنصر الخبرة في النهاية هيحسم الصراع مع الأربعة دول اللي بينافس معهم هو بينه وبين أتلتكو ولكن السنة دي مش أتلتكو بتاع السنة الفاتد وريال مادريد مش الريال بتاع السنة الفاتد لكن في اعتقاد ريال مادريد يمكن الأقرب للحصول اللي نحن لسه بنتكلم على جولة 11 أو 12 لكن أعتقد ريال مادريد الأقرب للفوز بالليجة الأسبانية لكن على مستوى الدوري الألماني هل يا ترى باير ميونيخ يعني صائد البطولات بحق نتائج أكثر من رائعة في البوندزليجة ولا دورتمون ولا لايفزيك تعالوا مع بعض نشوف نتائج الجولة الأخيرة قبل التوقف أو ترتيب جدول دوري البوندزليجة قبل طبعا التوقف الدولي بتصدر الباير في المركز الأول بطول بـ 28 نقطة بروسيا دورتمون في المركز الثاني 24 في المركز الثالث 22 وفولسبورغ في المركز الرابع بـ 19 نقطة لايفزيج الخامس بـ 18 نقطة بايرت ليبركوزين في المركز السادس 18 نقطة ماينس في المركز السابع 17 نقطة يونيور برلين في المركز الثامن 16 نقطة بروسيا conform지가 بالتقريحة في المركز 9 15 نقطة هوفنهايم في المركز 10 بـ 14 نقطة في المركز الحضاشر ب 14 نقطة بخهم في المركز ال 12 ب 13 نقطة وهيرتة برلين 13 نقطة في المركز 13 انتري исطير فرانكفورد في المركز ال 14 ب 12 نقطة شتوتجارت في المركز 15 ب 10 نقاط اوكسبورج في المركز 16 9 نقاط اخيرا ارمينيا بليفيلد في المركز 17 8 نقاط وجروتفورد في المركز الاخير بنقطة وحيدة رأيك ايه هاي؟ هل فعلا كالعادة دوري ألماني مرتبط باسم البايرن؟ دوري البطل الواحد يعني مين يقدر على البايرن في ألمانيا؟ فريق بيأخود بطولة بلا منافس بروسيدورت منذ الحقيقة كل سنة بيظهر شوية ويرجع شوية من بداية الموسم كنا شايفين منشن بجلال باخر اللي رجع خالص ده كان التاني وكان الأول راكب الدوري فما فيه السبت في مستوى كل الفرق التاني بايرن كمان كسب كمان اتنين واحد الجولة الأخيرة أمام فريبورج يمكن قدامنا عندنا طبعا الأهداف بص البايرن على مستوى الهجومي يمكن بنتكلم دايما لا بنتكلم على البايرن بنتكلم على ليفا وبنتكلم على عناصر كتيرة بتحرز أهداف في مصر الملعب بروسي كابلي بيحرز أهداف بتتكلم على مولر بتتكلم على سنيب بتتكلم على جنابري قوة رائعة وقوة جبارة في الخط الأمامي والبايرن بيقدم مستويات رائعة وأعتقد الشخص أنه طبعا هيكون بطل البوندس بلد ليفاندوفيسكي تقول عليه إيه هل هو المرشح الأقوى للحصول على البلندور السنادي؟ والله كابتن الأيام اللي فاتت دي شاهدت تسريبات في أكثر من صحيفة عالمية إن اللقب حاليا بين ليفاندوفيسكي بقى أقرب واحد ليه بعد ما كانت ناس كتير بتقول جورجينيو هيقبل أقرب لا خلاص دلوقتي بقى الكلام كله على ميسي وإن كنت لا أعرف لماذا يعني هل هي دعاية ولا إيه هو اللقب حاليا الكلام كله ميسي وليفاندوفيسكي وبرضو ده التساؤل الغريب ليه جورجينيو لا أو ليه جورجينيو بتاعت شوية عن الترشحات متواجد ومترشح أنه ينفس على البلندور لكن ميسي أعتقد ميسي أعلم تستفهم يعني آه بنتكلم عن ليفاندوفيسكي ماشي يحطه يعني لو عايز يام المقارنة يحط صلاح يحط جورجينيو يحط حتى رونالدو في البداياته كانت قوية جدا مع المان يونايتد لكن ميسي آخر تقرير في الساعة الماضية من ميرور الإنجليزية في العشر لعيبة النهائي اللي كان فيهم نجمنا محمد صلاح اللاعب العربي الوحيد اللي فيهم العشر المبشرين بالجنة أو المبشرين بالبالندور كان ميسي رقم واحد في الترتيب وده كانت قايمة غريبة كشفت عنها صحيفة ميرور الإنجليزية ليفاندوفيسكي موجود التاني وموجود جورجينيو فيها وموجود أكتر من لعيب نجوله كانت موجود ونجمنا محمد صلاح موجود تقريبا في المركز الرابع فيها أو الخامس دي الأزماء اللي أعلنوا فيها ولذلك أنا بتسأل كامل بقولك ليه ميسي هل لازال البالندور هي عملية دعائية وإعلانية أكيد بيخش فيها أكيد لا ترتبط بالمستوى اللاعب ولا ترتبط باللي قدمه واللي انت حققته وإن كان هم عندهم يعني حاجة قوية بيستندوا عليها وهي بطولة كوبا أمريكا بالنسبة لميسي أول بطولة أول بطولة مع منتخب الأرجنتين وقاد منتخب الأرجنتين أنه يحرز بطولة لأول مرة منذ سنوات طويلة منتخب الأرجنتين ما خدش بطولة فميسي قدر يعمل ده السنة دي وخد كوبا أمريكا يمكن دي أقوى حاجة هيقبى مستند عليها خد كاس الملك مع برشلونة الموسم اللي فات كان هداف البطولة برضو عنده أرقام ميسي كأرقام عنده أرقام فردية نجم لامع ونجم عنده أرقام ولكن مقرنتا باللي عملوه التانين لأ أنا لفاندوفيسكا عندي عمل أرقام تاريخية في الدولة الألمانية مع البايرن جورجينيو خد كاس أوروبا وخد شامل زليل أبطال أوروبا مع تشيلسي أرقام لهم ممكن تكون أقوى ولكن في النهاية هي تصويت يا كابتن إذا محررك عارف العملية تصويت أنا ممكن كابتن هاني جات له المدربين الفرق اللي بيختاروا أو الإعلميين أنا هدي ميسي شايف أنه الأفضل في العالم في النهاية العملية بتعتمد التصويت صحيح يمكن يمكن كمان بعد الفاصل احنا خلصنا الدوريات الأوروبية لكن عندنا كمان تصفيات المؤهلة الكاس العالم على مستوى أفريقيا وخاصة منتخبنا اللي هاي طبعا بكرا إن شاء الله نتمنى له التوفيق أمام منتخب أنجولا مشواره للوصول للفاينال ستيج ويعني التصفيات النهائية وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق المنتخبنا نروح لفاصل سريع ونرجع نتكلم على تصفيات أفريقيا المؤهلة الكاس العالم عشرين اتنون واشر اعلا بحضراتكم مرة تانية ايهاب برحب بيك مرة تانية وتعالى نتكلم على تصفيات أفريقيا المؤهلة الكاس العالم وأكيد هنتكلم على المجموعة السادة مجموعتنا خلينا أسألك الأول تقييم العام لكيروش بعد الجولتين بتوع ليبيا هل هي كفيلة أنه يكون عندنا فعلا أمل أن إن شاء الله منتخبنا يكون متواجد في كاس العالم لأنه زي ما أنت كمان عارف أعتقد الشخص المجموعة دا نحن نتأهل لكن الستيج الأخير والمباراة يمكن ألف فاصلة شايف تقييمك إيه الكروش من خلال الفترة طبعا يا كابتن طبعا بس إن شاء الله نتمنى له التوفيق بكرة في المباراة قدام أنجولا يقدم أداء مغاير اللي ظهر عليه هنا في المباراة الأولى اللي كانت في أرضنا للأسف وكسبناها بواحد صفر بالعافية لو نفتكر ركلة الجزاء بتاعة مجد أفشا كروش حتى الآن ناجح جدا مش ناجح فقط يمكن الله تجيئة هاب لسه حالا يمكن طبعا دي يمكن التدريبة الأخيرة للمنتخبنا في الواندا يعني ده قبل ما يغادروا للقاهرة كان فيه تجمع كده وواضح الروح قويسة والحمد لله كمان المعنويات عالية جدا وده شيء إيجابي يعني أكيد ده يعني عاكس إن شاء الله بإذن الله على أداءنا بكرة يا كابتن المنافس الوحيد ليك كان في المجمع أو الرئيسي كان منتخب ليبيا نعم قبل بداية التصفات ما كانش ده كنا نحطيني جابون أولا هي بمنافسنا ولكن بعد ما بدأت المباراة وليبيا كسب أول مطشين وبقى ستة بنت وكسب الجابون وكسب أنجولا خلاص بقى ليبيا هو المنافس ليعنى المجمع ليه المعنويات مرتفعة لأنك إنت قدرت تكسب ليبيا في ملعبه ثلاثة وكسبت واحد يمكن بعد حتى المباراة الأولى في القاهرة ما كانش يعني كان الناس الآن لسه الآن هناك تكسبت ثلاثة فقدمت أداء قوي جدا حاليا بقى فيه قناعة على كروش كروش اختياراته أولا اللي كان عليها جدل كبير يعني هو قال للناس مالكوش دعو أنا إيه اللي بختاره أنا إيه اللي بعمله أنا راجل ليه وجهة نظري كان فيه عندنا جدل كبير جدا طبعا استبعد أفشا ومحمد شريف على طول اللعيبة تقلقت في الدوري وقدمت مباراة كبيرة كانوا معاه في المواسكة ده وفي التجمع ده ضمهم معاه فدايما كروش كعدتوا يعني في كل المنتخبات اللي مساكها هو مدرب بيمشي دايما بالنماغه ليه فكره ليه اللي عايز يعمله في المباراةات ليه عناصب بيختارها بيشوف كواس قوي كل المطشاط لو لاحظت ما كابتن بيروح مطشاط فرق مش أهلي وزمالك وبيحضر بدليل أنه معاه مدافع من فرق البنك الأهلي لا مواضح أنه هو كان بيتفرج وليه رؤية مختلفة شوية وزي ما أنت بتقول وده مهم خلي بالك يعني آه أنت بنعتمد بشكل كبير جدا على المحترفين الداخلين في مصر أكيد فيه عناصر كتيرة من الأهلي والزمالك كتيرة من دول اللي بيلعبوا على مستوى القرى الأفريقية لكن اللي عجبني أنه هو كمان بيختار وبيدي أمل لبعض اللعيبة فيه زي ما بنقول في البنك الأهلي بتتكلم على فرقه فدي رؤية مختلفة شوية خلينا نكلمك على الأداء التكتيك شوية معروف كمان من خلال تاريخ كراش أنه بيلعب بطريقة 4-3-3 هل أنت شايف أن دي هتكون الطريقة المطلع لأداء المنتخب يعني هو ده الطريقة الأفضل لمنتخب مصر من خلال الأدوات المتاحة ليه من خلال يا كابتن الأدوات زي ما حالك بتقول من خلال الدور المصري لعب الفرعتين الكبار في الدور المصري الأهلي والزماني حتى اللعب بتاحهم خلاص كل الفرق عندنا دلوقتي في مصر بتاعب 4-3-3 هي دي الطريقة اللي بدأ اللعب المصري يتقنها في السنوات الأخيرة بيلعبوا بيها بتحقق النجاح مع كراش لعب بيها المطشين وحقق بيها النجاح عنده العناصر اللي تقدر عنده جناح عالمي مميز زي محمد صلاح للأسف غايب عنه المباراة دي عمر مرموش للإصابة ولكن برضو هيبى فيه كلامة عليها يعني أنا كنت في حيرة من اللي حطه مكانه وأنا بتكلم في التشكيل إن أنا ممكن يعني لو قلنا محمد شريف هل ممكن يعني زي بداية محمد شريف كطر في شمال يعني زي بداياته محمد شريف كان بادئ كده جناح مهاجم برضو بيلعب في شمال ويخلي مستقر أعتقد أنه ممكن ده يكون أقرب في مباراة الغد ومصطفى يكون محمد صلاح ومحمد صلاح كطر في مين ومحمد شريف كطر في شمال ومصطفى محمد راسح يعني أنا شايفين ده لأن العناصر حتى اللي اخترى هو في بعض العناصر كانت معا الفترة اللي فاتت رمضان صبحي غير وغير وما انضمتش المعسكر ده مصطفى فاتحي يعني شايف صعب قوي عمرنا ما شفنا بيلعب الحتة اللي هي الشمال دي أتبع صعب يعني هو بيلعب دايما لجناح يمين مكان صلاح حتى هو كان البديل لصلاح اللي موجود دايما لو في وسط الملعب ناحية الشمال توسط يعني مصطفى فصعبا مش بيلعبه هو اللي هو ما كان مرموش يعني هو ما بيلعب لأيما عشرة واضح وصريح زي ما بنشوفه مع نادي زمالك أو بيلعب مكان محمد صلاح للأدوار المتبادلة ما بين عبدالله السعيد وافشة يعني الجزئية دي تتحلل زي هل ممكن أو الملعب يستحمل يكون هما الاتنين موجودين هل هيبدأ بعبدالله ويكون افشة ورقة ربحة أو يكون العكس صحيح انت شايف جزئية بتاعت نص الملعب دي ازاي لو انت متفق ان المصطفى محمد محمد صلاح ومحمد شريف دول السلاسي الهجومي شايف السلاسي وسط الملعب يتشكل ازاي بطريقة اربعة تلاتة تلاتة يعني تلاتة في وسط الملعب يكون فيه مثلا راس مسلس اللي هو يكون ستة يكون مين ويكون علي مين ومين وشمال ومين هو صعب يا كابتل الاتنين لما بعد صعب جدا يعني صعب انلاقيها في مرشاة المنتخب اكاد اشعر ان ممكن بكرة ملاقيش حد فيهم ممكن الاتنين ملعبوش يعني انا اشعر ان بكرة مش هلاقي الاتنين فيهم هلاقي حمدي فتح وهلاقي السلاسي وهلاقي النيني 응 هو بعتمد على النيني وممكن عندنا عمر السلاسي يلعب ستة دي مميز او فيها في المبارات احيانا بيجأ له فيها ممكن يلعبها بشكل ناجح ويعتمد للادوار الدفاعية على النيني وحمدي فتح خليف بالك يا كابتل انه يعني أحد عوامل عودة النيني وشوفنا في المباراة الأخيرة بديل وبينزل وبيشارك أنا أشعر أن مطشين منتخب مصر قدام ليبيا كانوا عامل مساعد كبير جدا في عودة النيني حتى أن يشارك مع أرسنان لأنه أقدم مباراتين مميزين جدا عندنا فيه لعيبة كده عند كروش شوفناهم المطشين فيه اعتماد عليهم صعب يطلعوا خاصة أن السنوية عمر السلية ومحمد النيني لعيبة بتحرك الملعب كله لعندها الرؤية أنا أتقطع معك بس الترتيبة شوي طب قلنا يعني قلنا تشكيل المتوقع منك أنت يا بكرة أنت خلاص اتكلمنا على الثلاثة بنص الملعب والثلاثة لقدام خط الظهر يتبدأ بمين في ظل غياب الوينش هيبقى خلاص عندنا فتوح وهيبقى أيمن أشرف وحجازي وأكرم توفيق المقاتل الرائع وخلفهم طبعا سمام الأمان لمنتخب مصر محمد الشناوي ده غالبا يكون تشكيل نص الملعب زينا بقول الحركة أنا شاف الأكرم ما تثبتش حمد فتحي يبقى حمد فتحي هو اللي ستة يثبت ويكون على يمينه عمر السلية وعلى شماله النني أو العكس على أساس أن حمد فتحي في الجزئية ده يمكن يعني حتى مع تشكيلة مصيماني في المبارات الأخيرة كان بيلعب يمكن كاليبرو متقدم شوية فممكن يكون عنده هو اللي ياخد ستة ممكن والسلية ياخد ثمانية يعني ويبقى عمر مثلا عمر ياخد ثمانية والنني ياخد الجزء الثاني يبقى بيلعب حمد فتحي كراس مسلس وعلى يمينه عمر السلية أو النني هو على شماله العكس الحقيقة التلات لعيبة مميزين جدا يعني لعيبة وسط مميزين جدا منتخب مصر عنده خط وسط مميز جدا لعيبة ممكن التلاتة ممكن زي ما حرك بتقول يقدوا نفس الأدوار دي يعني حمد فتحي زي ما شفنا تزديداته والأهداف اللي بيجيبها ممكن يلعب دي وممكن يلعب تحت والسلية بيقوم بدي وشفنا الرابونة على فكرة ممكن النني بيقوم بستة برضو بعض الأحيان بالضبط ونني بيلعبها وشفنا السلية في الرابونة الجميلة المبدعة اللي عملها فالتلات لعيبة عندهم الابشن ده عندهم انه ممكن يلعبوا الفكرة ده الراكن انت هتلعب هناك هل هتلعب ازاي والسيناريوهات التأخل بتاعتنا هي دي اللي نتكلم فيها بشكل أكتر احنا ان شاء الله بكرة نتأهل في حال الفوز خلاص ما لكش علاقة بالمباراة الأخيرة ايا كانت نتيجاتها كمان ممكن تتأهل في حال التعادل وخسارة ليبيا احنا بقى يعني الحاجات والإحصائيات والأرقام انا في رأيي ان حتى لو بكرة ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب كمان لازم تكسب الجابون لان احنا دخلين على كمان زي ما قلت يمكن في حلقات قبل كده في المحترف اه ان احنا ان شاء الله اتأهلنا بشكل كبير جدا للمرحلة النهية لكن كمان عملية التصنيف على مستوى التصنيف احنا دلوقتي لسه في المركز السادس نيجيريا في المركز الخامس بعد الفاصل نقش مع حضراتكم ان شاء الله بإذن الله الفوزين في المباراة او الفوز في المباراةين اللي جايين قد يكون ممكن يكون مهم جدا ممكن جدا يضعنا نكون في المرتبة او في التصنيف الاول وده مهم جدا للمرحلة المقبلة كل ده بعد الفاصل معنا في المحترف حالا بحضراتكم مرة تانية كنا بنتكلم على كروش وأداءه او فكره الخططي اثناء قيادت للمنتقب المصري واحنا كنا متعودين 4-2-3-1 اعتقادي 4-3-3 هي الخطة الاساسية لكروش بكرة ان شاء الله بإذن الله تكون مباراة مكسب بإذن الله زي ما انت قلت نتأهل للفاينال ستيج تشايف ان ممكن جدا يكون فيه حتى تغييرات على مستوى اللاعبين عن المباراتين بتوع ليبيا يعني فيه تغيير كمان على مستوى الافراد بشكل كبير ولا هيحتفظ برضو بعض اوراقه التغييرات يا كابتن لا هتكون في أضيق الحدود ليه الغيابات غياب عمر مرموش فبيبحث عن بديل ليه غياب الوينش فبيحط بديل ليه انما التشكيل الأساسية اعتقد ان كروش بالنسبة 90% مش هيجري تعديلات على اللي لايب بها حتى شفنا المسش الثاني في ليبيا وقلنا فيه تغييرات برضو فتقريبا الرجل بيأميل انه يعتمد على تشكيلها اللي بيختارها واللي بيأسك فيها بيأميل انه يلعب بيها في أغلب المبارات زي ما شفنا من طريقته ولكن عايزين نأكد زي ما حداك قلت قبل الفاصل ان الفوز مهم جدا لمنتغ مصر عندنا حاليا نظام بعد كده عشان برضو الجماهير تعرف نظام بعد كده ان انت بيتأهل في عشر مجموعات في أفريقيا بيتأهل ابطال المجموعات العشر بعد كده بتقبل نظام قرعة القرعة ازاي الفرق اللي هي ترتيب الاول بترتيب الفيفا في أفريقيا هيقبل في المستوى الاول او في الوعاء الاول وفي التاني هيقبل الفرق المستوى التاني معنى كده ان انت كمصر حاليا مصر ترتيبها في الفيفا السادس خلف مين بقى سنغال جزائر صحيح المغرب تونس نيجيريا بالترتيب كده ايهاب السنغال في المركز الاول سنغال التونس في المركز التاني المغرب في المركز التالي الجزائر في مركز الرابع نيجيريا في المركز الخامس مصر في المركز السادس والفارق في النقاط ما بين المنتخب المصري والنيجيري يعني نيجيريا 1478.1 نقطة طبعا منتخب المصري 1447 يعني بتتكلم في حوالي تلاتين موقتة تقريبا. ففي حالة وانت عارف كمان على مستوى المفاجآت في أفريقيا. النهاردة المنتخب الغاني. المنتخب غانا بيتعادل واحد واحد مع سوبيا. فكمان على مستوى المفاجآت وارد جدا. المنتخب نيجيريا يتعطر في أحد المباراتين اللي جايين. وانت تكسب المباراتين. وبالتالي فرصة كبيرة جدا جدا أنك تكسب وتكسب بسكور. وفي حالة تعطر منتخب النيجيريا. أعتقد أننا ممكن نكون من دمن. كما أنا عايزين نقول الجماهيرين أن التلاتين بونت ليس تلاتين نقطة في ترتيب الفيفا. لا طبعا في مباراتين. ده مش فرق كبير. لأن المطش اللي فات بس. ياكفي أن أنا أقول لك أن المطش اللي فات. إحنا علينا 22 مركز. 22 نقطة. سوري. بعد الفوز على ليبيا. ونيجيريا بعد المباراة اللي تعصرت فيها. نزلت 20 بونت. إنت تسعط 22 وهي نزلت 20. فأنت تكسب بأمر الله. يعني إحنا نلعب على المكسا. طبعا مصر وكروش وكل الجهاز عارف أهمية الفوز في المباراتين عشان النقطة دي. عشان أخش في أول خمسة في أفريقيا. طيب بعض الناس كانت بتقول إن كروش من خلال تاريخه مع طبعا منتخب الإيراني. أو كان بيقول ده بيلعب بشكل دفاعي. فمع تاقطش دوت ظهر في المطشين اللي فاته. فعايزين نشوف كمان أرقام كروش من خلال مشهور صغير أو مع منتخب مصر. ومن خلال ونطلع من خلال الأرقام هل هو يميل للحالة الدفاعية أكتر أو للحالة الهجومية. طبعا هو لعب مباراتين. إجمال الفرص اللي صنحها 11 فرصة. إجمال الأهداف اللي كانت متوقعة طبعا كانت 2.7. ده مجمالي متميز. جاب أربع أهداف. دخل مرموعة. ما دخلش مرموعة ولا هدف. معدل استحواز 58%. معدل التمريرات من 561 تمريرة. عمل 472 صحيحة. بنسبة 84%. معدل التصريبات 14. منهم 7 ما بين القائم والعرضة. معدل العرضيات 11. ما بينهم 5 عرضيات صحيحة. اللي أنا شايفه ده عدل مباراة طبعا 2. ده عمتا مع مصر طبعا فزنا في المباراتين. ما كانش فيه تعادل ولا لهزيمة. لينا أربع أهداف. ما جاش فينا أهداف. وطبعا في المباراتين كانت شباك نظيفة. اللي أنا شايفه ده. لا هو الراجل بيشتغل بشكل هجومي أكتر من شكل دفاعي. الأرقام اللي شفناها بتدل أنه هو لا استحواز كتير. عندك فرص كتير. عندك عرضيات كتير. وده تبيلك أنه كمان بيعتمد بشكل كبير جدا على الأجناب والأطراب بشكل مباشر. بالضبط يا كابتن. احنا عندنا 2.7. يعني تقريبا ثلاث أهداف في المباراة. الفرص المحققة في المباراة. أو المتوقعة في المباراة. فدي نسبة كبيرة جدا. كيروس زي ما قلنا وكنت محرك هنا قبل كده قلت الكلمة دي. عكس ما يقال عنه هو مدرب هجومي. مدرب يميل للعب الهجومي. وبيحب اللعب الهجومي. وبيختار دايما برضو بيحب يركز على لعيبة اللي عندها موهبة واللعيبة. وحتى اختياراته في المؤسكر ده كابتن. يعني لو لاحظنا كده اختياراته. انا شاف ان الراجل رايح عايز يكسب. جاب عناصر جاب عناصر هجومية. رجع محمد شريف. رجع مجدي أفشة. رجع عناصر هو في دماغه بيلعب المباراة دي. حتى العناصر اللي اتقلقت في المباراة الكمة. يعني شريف اهم من مباراة في الدور المصري. والله هو كان حضرها وطبعها. شريف وقفشة قدم مباراة كبيرة. مصطفى فاتحي نجمينات. زي ما لك قدم مباراة جيدة. لما نزل الشوت الثاني كان متواجد. فهو اختار العناصر اللي كانت مميزة جدا في المباراة. والعناصر اللي لك لم تكن موفقة ما اختارهاش. بدليل غياب عناصر بقالها مثلا خمس سنين ما خرجتش من المنتخب مصري. مش موجودة. مش موجودة حاليا في القايمة اللي معاه. فهو الراجل بيشوف زي ما حراك قلت بيشوف كواس قوي. وبيبص وبيتابع كل لعب. وعارف من اللي عايزه في المرحلة دي. وعارفوا امتا. وعارف لعيب لكل مرحلة. يعني هو عنده لعيب لكل مرحلة. بعد ما الدنيا صارت وقال له الراجل ازاي استبعد افشا وشريه. شوفناه في المباراة واحدة مع اسكر واحد. اللي هو تم خط فيه مباراتين اللي بيستبعده. حاليا بيرجعه على طول. ليه? لان الراجل بياخد كل مباراة بحسابتها. ما عندهش حاجة اسمها. وهو قالها. قالنا باب المنتخب مش مقفول على حد. ومش حكرة على حد. هو بيختار على حسب المرحلة اللي بيمر بيها. واللعيبة المناسبة لكل مرحلة. لكن في اعتقادي كمان الشخص ان المباراة بكرة ان شاء الله تكون محسومة للمنتخب المصري. ومش بالكلام. لعالو نشوف مع بعض ارقام الفريتين. المنتخب المصري والمنتخب الانجولي من خلال مشوار التصفيات. طبعا عدل مباراة اربعة لكل فريق. احنا طبعا في المركز الترتيب المصري في المركز الاول. انجولا في المركز الرابع 10 نقاط مقابل 3 نقاط لانجولا. احنا فوز 3. انجولا مفازتش غير مباراة واحدة. تعادل بالنسبة للمنتخب المصري مرة واحدة. وانجولا ما تعدلتش. هزيمة 3 لانجولا. مفيش هزيمة للمنتخب المصري. عدد الاهداف. مصر لها 6 اهداف. وانجولا لها 3 اهداف. الاهداف اللي علينا هدف واحد. وانجولا عليها 5 اهداف. اعتقادي الارقام بتقول على الورق المباراة سهلة خلينا نتكلم دايما تاريخ مصر واللعابة الموجودة والخبرات الموجودة في منتخب مصر دايما بنقول أن مصر هي الأفضل لكن يبقى الأفضل خلال التسعين دقيقة لأن دايما بتكون في بعض المفاجآت فإحنا مش عايزين مفاجآت إحنا على مستوى الفني أفضل إحنا على مستوى التكتيكي أفضل على مستوى الأمراض أفضل فأنت شايف قاب مفتاح الفوز بكرة إيه يعني مصر تعمل إيه علشان ما يبقاش إحنا وإحنا عادين قلقانين 0-0 لغاية آخر دي أو حتى كزبان 1-0 يكون فيه قلة إيه اللي يعمله المنتخب المصري وكروش بكرة عشان نضمن المكسب ومكسب بنتيجة كويسة يخود المباراة كابتين بكل جدية بكل تركيز أعتقد كروش زاكر كويس جدا ماتش الدور الأول هنا أو ماتش اللي كان في مصر دهنا زي ما قلنا نكسب أنجولا بصعوبة بهدف اللاشيء منتخب أنجولا منتخب مميز جدا بغض النظر عن النتائج الكرة حالية لا تعترف بالتاريخ التاريخ بيقول إن إحنا عندنا تفوق كامل وكاسح على منتخب أنجولا في تاريخ المواجهات بين منتخب مصر ومنتخب أنجولا ولكن أنا لايه زي ما حرارك لسه بتقول على الملعب إلا حيث الفرد الملعب لازم أعتقد كروش قرأ المنافس جواس جدا النقطة الأولى اللي فوز بغرا أن منتخب مصر يلعب المباراة الجدية يخشي المباراة بنافس الروح اللي دخلنا بها مباراة ليبيا نفس التركيز ونفس المباراة مصرية لازم نكسب لازم كذا بكرة لازم نخود المباراة دي التأهل خلاص زي ما بنقول كده إن التأهل بنسبة كبيرة الحمد لله مصر هي اللي هتتأهل على المجموعة يعني داحنا عندنا نسب إن ممكن تخسر وتتأهل بكرة في حال نتائج تانية للمنافسين يعني ممكن تخسر وتتأهل في حال خسارة ليبيا أو تعادل الجابون سوري وليبيا الاثنين خلاص أتبع أنت تأهلت برضو طبعا إن شاء الله مصر تتهى بإذن الله لدور بقى المهم الدور الإقصائية تتهى الخامس هو ده الحلم أننا نتهى الخامس على أفريقيا في تصنيف الفيفا اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله إيهاب بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا شكرا كابتن هاني وكنت سعيد بتوجدي معاك شكرا لك إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا بكرة نفس التركيز لمباراة ليبيا مصر قادرة ومنتخبنا قادر للفوز وبنتيجة كبيرة لو فيه تركيز كويس لو لعيبة فعلا على مستوى المسئولية وكل يقدم معا عليه إن شاء الله بكرة يكون تأهل منتخب مصر للفاينال ستيج أو المرحلة النهية للتصفيات والوصول بإذن الله لكاس العالم عشرين واثنين واثنين دي كانت نهاية حلقة نهاية الأسبوع من المحترف إن شاء الله لقائي مع حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف